اشتركوا في القناة مستني ومتشوق أشوف مين أحمد أشرف طلعت سنة ثالثة تقابلت الأول مرة مع دكتور أحمد أشرف صحيح أول نقاة بيننا ما كان شالطا في حاجة هنحكي بموضوع ده لكن طيد بدور الأيام وبأزمي المهنة للدكتور وبعيد عن الموقف اللي حصل وإن احنا في الأول كان فيه بيننا زي كده عدم توفق أتعلم من الرجل ده كتير وفعلا والله بدون أي مجاملة اتعلمت منه حاجات كتير قوي إزاي أقف على الصبورة إزاي أشرح إزاي يبقى عندي معي النهاردة واحد من أشهر الناس اللي موجودة في اسكندرية ده من الرأي مفيش حد أدخل تجارة إنجليش ما يعرفش بابا الشغلانة دكتور أحمد أشرف عالم وسهلا إزاي حاجة دكتور بارك إيه؟ الحمد لله شكرا للمقدمة الجميلة منورة دكتور أنت إيه أغبارك في الأجازة بقى عايش والله الحمد لله بكل تمام أنا جايبك النهاردة وأنت عندك مشوار بقى أه لا بستانعنا يا ريك أنت عارف أنت معزتك عند يدها حبيبا دكتور والله طب عشان الناس بس تبقى فاهمة وإيه اللي حصل بنا أول مرة أه فاكر أول مرة كنا فاكر في الكورس وبعدين أنت كنت قاعد وأنا بقول بالحيطة كده بقى مش راحة بقى ما عاجبتكش وحصن داخل الفراء وقعدت تقريبا أنا فاكر نص ساعة أنا وأنت نتكلم في البيت حتى أنا استغربت وتوعيدا يعني ممكن حد يسأل على حاجة يختلف الرؤية في حاجة بس أنا وأنت دخلنا في جدان لو تبتكر فترة كبيرة وتنرفزنا وتنرفزنا وتعصم طلعت أنا بقى من برة وقلت لأ أنا مش عايز أشوف رابين ده هنا تاني في موقف تاني حصل مش عارفة تفتكروا لأ غبت أنا مرة حصة كان في وقتها ما فيش الولاين والدلعبت على اليومين ده فجيت لك تاني يوم فبقول لك دكتور انت مش هتعيد الحصة دي قعدت تقول لي ايه دي ايه وأنت طلبة من دلع الموضوع ده كان بيعصبني جدا وخاصة كان ساعتها كان الموقف حصل بيني وبينك فهو خلاص طيب لو انت جاي انت بقى بتزور لك على تلكيك انا مش عايز شوف تلكيك لو كنت بضور على تلكيك مش هستعمل معك بس بعد كده بقى بصراحة لما دخلنا بعد كده لو تفتكر المكتب اتكلمنا مع بعض يعني ليه الدماغك كويسة جدا وحبيت ان انا اتعامل معاك وبيت صديق شخص ريه ومن احسن ناس ربنا يخليك والله العظيم دكتور والله انا بقى مجد فعلا بعد ما احنا بقى قسرنا الحاجز ده بداية هتعلم من حاجز حاجز كتير بقى اللي هو وزي وفع الصبورة دي فعلا لها تكنيك وليها حاجات مختلفة مش اي حد يقدر يوفع الصبورة اتعلمت حاجات كتير اوي منك والله الله يخليك ده اشرف ليه والله بنا يخليك ده امت اصلا رجل محترم وناجح بحياتك وان شاء الله ربنا يكرمك ده ربنا يخليك ده الاول كده نعرف الناس اللي مش عارفة بقى دكتور احمد اشرف من دكتور احمد اشرف كده على السريح تمام انا اسم احمد اشرف خريج تجارة انش نفعة انفين وواحد اول ما اتخرجت من الكلية بدأت في مجال التدريس الفترة يعني وكانت بصيد الشغل ده او بالكورسات او الكلام زي ده كنت شغل في كزا حتى اشتغلت البنك عدت فيه بتاع 3 ا4 سنين بعدين سبت البنك وانشتغلت في الشركة شركة التصنات عدت فيها برضو فترة بس كان كل ده جنب التدريس بالزبط انا بقى كنت بحب تدريس دي انا اصلا اه اه عشت مسلا اول عشوة سنين من عمري كان والدي متغرب وهو اصلا مدرس وكان شغال بره فبحكم ان انت متبقى متغرب بيبقى عدد العلاقات والصدقات الموجودة بيبقى محضور ما بيبقىش فيه اراي بصعاب خرجات كتيرة زي هنا في مصر اه فيمكن ده خلاني مرتبط اكتر بوالدي وكنت بشوف طريق الشغل بتاعته الموعيد وكنت بشوف هو بيشتغل ازاي فحبيت المعنى دي وحبيت وتمنيت في يوم ان انا ابقى مدرس او ابقى زي الراجل ده ده بس ده من زمان من قبل كلية اه ده من قبل كلية وبعد كده عشان كده حتى لما جيت في السنوية العامة انا قريبا رجعت انا مصر على خمسة ابتدائي وكملت بقى الاعدادي والسنوية انا في مصر ودخلت بقى كلها فلما اجبت المجموع بتاعي انا كان حلي ان في يوم العامة انا اخوش كلية صيدرية وان انا بقى دكتور صيدرية بس ربنا ما اكملوش وموفقنيش ما عادرتش غانا اوصل للمجموع بتاعها فقلت طب ايه انا بحب التدريس من والدي انو انا صغير مرتبط بيه بحب مجال التدريس والحاجة ان دي كلها انت دايما حتى اخوات الصغيرين كنت مثلا اقعد اشان اخلوقوا الحاجة انهم ما يذكروها كنت حابب بالمهنة دي فجيت قلت الوالدي انا حابب ان انا ادخل كلية التربية بحيث ان انا اطلع مدرس يطبع هو في التوقين ده ما حبش ان انا اخش الكلية دي تعرف كل اببي بيعرف عيوب المهنة ايه ومتعب ايه فقال لي ده ده مثل متعبة ومتعب وحاجة زي كده وانت مجموعك ما شاء الله كويس انت اه ملاحقتش كلية التامة انت كان مجموعك تحت كلية التامة على طول ف في كلية لسه مضوح حديثة العهد يعني ما كانش بقالها غير عدد السنين محدود زي اللي اتجارة انجليزية ما تخش الكلية دي وده يقول المجالة كويس جدا وعتطلع معك لغة وي وي وكلام ده بضع استخرت ربنا وتوركالت على عود دخلت كلية جارة وليس وكان فيما خلاص فانا ده شرب كلية يعني انا حابقى محاسب كانش في دماغي يعني التدريس او كلام ده بس طبعا الخيرات بقى كلية وانت عارك بقى كلام ده كويس جدا يعني انت اصلا بيبع عندك الملكة دي واي بتتحرك بواك وحتى لو انت مش عايفة يعني انت غصبا عنك بس لان افصل بتشراحة بس بالزبط فانا كان مجموعة من الاصدقاء قريبين جدا هم اتنين او ثلاثة انا بنيجي بسلا فترة الامتحانات نعود عند شقة حد اصحابنا ده وعنده شقة فاضية كده نعود فيها نعود نذاكر نعمل زي كان بكده نعود لين او اسبوعين ثلاثة نعود نذاكر فكنت دايما انا بحيب جدا امسك الورق وانا اللي اقرأ وهم يسمعوا اه ممكن ان انا بنتناقشه بتاع مش بقول ان انا بشرح لهم بس لا انا كنت دايما احب ان انا امسك الورق وانا على فاكرة انت لما بطير تشراح انت بتذاكر اه بالزبط يعني فلاقيت ان الموضوع ده موجود عندي وبعدين بقى لما عليت بقى في كلية وكبير نشوية وصلت سنة ثالثة وبدأ لما طبعا اتعرف بقى في كلية بيبقى فيه اكتيفتس كتيرة ورحلات وبتاع فكنت بقى رحلات مع زبعيد يعني فاتعرفت بالناس في سنة اولى وسنة تانية فبدأت الناس ان انا اتعرف عليهم ديقول انا والله عندي مشكلة في المادة الفرانية انا زاكرة مش عجباني طيب اه طب اتجي بالورق وحاول اساعدك فيه واذاكر معك واخد منك فبدأت ايه اه يعني الموضوع بدأ من هنا اشرح للناس ان هو بجاء معي في كلية في سنة اولى قلت طبعا مش شغل اقول ده مجرد صداقة لس مش اكتر يعني بس هي دي قصة بتاعتي من الاول فالس لغاية بقى لما اتخرجت من الكلية قد ضفت حاطرتك كم واحدة ازوقت احنا كان ضبعتنا اه سبعة وتسعين واحدة يلا نكون اوه عارفين بعض ايه كلنا عارفين بعض وكان عددنا محدود جدا وكانت كلنا لسه باولها فااا حتى كمان وحنا في السنة الرابعة كانوا بيعملونا زي كده يجيبونا شركات اه تيجي تدينينا وتعملنا مسلا من العقود منذ ترات شهول يقول لك أجب Finish انا هشغلك لان طبعا كان العدد محدود وكلية جديدة فطبعا كان سوء العمل يعني تعاطش لها بيتعاطش بيعمل الموضوع بك كان في هذا الى انهم كانت على تعاطش conten .. ب liberals كما انتو سبعة وتسعين واحد من الصف. بالزبط كده هيا دي الفكرة يعني بس هواخد بالك فلما الخرقت بقى من الكلية كنت منتظر فترة الجيش هادي ببداية يعني بتاعة الشغل بتاية يعني انا شوف القصة مش راضي يعني. قاعد واستني فترة الجيش ااااااا ومقدم الورق والحالة زي كده يعني وكان مفروض ان انا طبعا مش قادر ادور على شغل انه لسه موضوع الجيش مخلصش بالنسباتة هي انت. ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا وانا آا استنيت فترة دي ناس بقى من الزمايه ده ان انا بقول لك بسر اول اه عارفو وتاع هما بقى كبروا واصلت انيه وتالتة تالتة تحديد الان فقالوا لي والله ا احنا عندنا مشكلة في مادة الفرانية واخروا عايزينك ايه تيجي تذكره الان و انت هتفاضي لغاية لما تشوف الدنيا مش ازاي. مش? فروحت اه عدت معهم وبدأت اشرح كلمة مسلا عن جروب صغير كده. يعني مسلا بنتين او تلاتة موردين مسلا في البيت او حاجة ازاكر معاهم طبعا تشطعهم بورقوا لديهم وورد بس ان انا بيجيبوا للكترز ابص فيها وحاول اشرح لهم اني بعرف اشرح اشرح لهم ومعرفش لهم طب انا حرجع اقربوا ازاكروا واشرحوا كتاني ونها كزا. مهم ايه في التوقيت ده خدت انا اعفى من الجيش اه خدت حاجة اسمها تأجيل ثلاث سنين ومالفروض كان زمان بعد التأجيل بتاخدت حاجة اسمها لم يصلوا الدور. مم. فاخدت تأجيل ثلاث سنين وقلت طب كويس. فمهم ايه لما بدأت اشتغل مع الناس دية بدأت كل مرة العدد يزيد. يعني التلاتة بقى خمسة الخمسة بقى عشرة وزيما بحكي لكده والله. وبدأت بعد كده الاقي ناس اا كان انا قدين شوية فكان فترة الاعتماد على الموبايلات مش اا مش كبيرة خاني بالك انا وكان في حاجة عالفين واحد. كان كان التواصل اصدق. كان التواصل اكتر بالتلفون الارضي. مين? فكان يجي تلفونات على البيت عندي اا ناس اا الاقي والدتي بتقول ان لو الله النمر غلط. لو الله النمر غلط. مرة حتى بتسأل بتاع وانت بتنتوني النمر غلط دي مين بيتتصب كتير غلط تابه. عايزين اا دبتور واه احمد. او مستر احمد. انا بقول النمر غلط لان انا ما عرفش مين دهم. وقلت لها لا لو بصباحة يديه حدك كان لديك حاجة زي كده. اديهم. ايديهم انت بتعمل ايه? وقلت لها لا. ممكن اش عارفين اهلا. انا بالنسبة لي دي كنت براحة منزل اتسلم. زي بس انت بتنزل تقعد على الاعواء. تخرج مع اصحابك. فانا قلت بنزل اروح لناس اعادش اخلوبة خلاص. وانا ما كانش في الماغي. يعني ما قدرش اقول لك. ان الموضوع كان في جميعي او بترتيب. كنت اخدو سيريس لا. لا خط. انا كنت اخدو الموضوع فاني كده بصفش اكتر يعني. فقول ده لا لا اه انا في نسبة اشرح لهم. وممكن هما بيدو نمر ترفون طبعات. فبعد يزلك بردين ايه. طبعا كان بيحصل اخباطها با كبيرة. ان هي كان في نسبة تصلوه مستر اشرف. ما هي مشكلة بقى هي ما بتبعاش عارفة ده والدي ولا انا. ده فاهم الاصل ايه? يعني حكيت حتى هي بعد كده تبدأ تسألوا انت عايز اشرف كبير. اشرف جونيور. ايه بزرطة. بس فا يعني بدأ بقى الموضوع ايه كزع حد يكلمني طبعا عدد كان محدود جدا لان عدد الدفاع تقولي يا لان. فانت بصلا كنت بتتكلمين انت بصلا ممكن يبقى عندك خمسة وعشرين تلاتين واحد بس ان عمر اللي انت بتشتغل معا وانيان. كانوا تكلموني تعال ايه فشلح لنا بتاع. وانا كنت واخد الموضوع برضو ايه? فان يعني. كنت بدأت تاخد منهم فلوس او كده وقتها? او يعني كنت باخد فلوس بس كانت فلوس رمزية. ما انا عايز اسألك بنا فاكر اول رقم كان كم? رمزية جدا يعني يعني انا فاكر ان كان ممكن لغاية المتر من الكورس كله كان بسبعين جنيه حاجزة. اه فاك. يعني مبلغ قليل جدا. وابلغ اكبر رقم او مبلغ اللي انا عملته يعني مسلا اول مبلغ انا ما ساكت بهلي كان اربعة تنمية وتسبعين جدين. انت فاكر الرسcipe. اه 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 فاكر جز جدا. اعملت بيه اه? اعملت بيه اه? رحت اشتري اه كملت عليه واشتريت عربي ايه. كملت عليه واشتريت عربي ايه? اه اه. ا لا قد لتي ما تجيب ما تجيبش حتى ايه? ما تجيبش موبايل. ابت無 BLGO. بلست قبل انا اقوله عربية جدت ا بكيب. بكيب? انا اقوله عربية جدتها. كانت عربي اه سبعة وعشرون طب ايطالي. اه موديل حاجة وسبعين. يعني قبل انا كان عندنا دي سبعة وسبعين سبعة وعشرين. ايوة صغيرة وبابين كده. ايه. وكان بست تلف وخمسون جدي. انا رب. او الله. فانا طبعا انا بتتعمل اربعة اربعة زي ما بترك ابعت انتبيه صحيح. فانا حبطيت على اليوم المبلغ اللي زودت المبلغ ده سترفت بالوالدي ورفت جاء من العربية دي. عشان قلت انت عايز العربية عشان نقدر اننا اتحرك بالزبط كده. انا عربية يعني انا بحكي لك اللي بعدين مصايب يعني انت بتشوف مصايب انت ممكن تبص لواحد جنبك كده تخبط فيه من كترة وانت بسين. انا صوت العربية دي فترة كان في تسبت له في ايدي. ايوة بالزبط. من العجلة تخبط العصاج من ورا وحاجات يعني. كان دقيقة جدا كورسي كان يعمل كده. اه وطلع كورسي قلتها فده كان اول مبلغ ده اللي انا عملت بيه بحقيقة. اه. عادت ادقي ادقي العربية دي معاك. لا انا ما عادتش كتير انا ما عادتش استحملها لان انا كمان كنت با 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 با. لما باجي ادورها عربية الصبح با با هي كان فيها فتحات كده المفروض انها تاكيفة ايوة. اه. كانت مروحة. اه. فهي المروحة بتاخد تقريبا الزيت بتاع المطور وسفينية المطور وتلعب وشي فعانيت كتير جدا من. فبعتها. يعني بعتها بعدها تلات اربعة شهور كده وراح تجيبت عربية اوبل كورسة برضو لها صويرة دي. اه دي كانت بالنسبة لي طفرة ونقلة كبيرة جدا في حياتي يعني انا كنتحس ان انا ركب مثلا بورش او فراري يعني. احب العربية وتساكلك. اه جدا. اه بحب غير عربات كتير يعني. بس زي ما بقول لك بقى واشتغلت في الفترة ديت. وانا برضو مش مرة التب يعني. حتى اجينا التيرمي التاني. انا الكلام افكاد التيرمي اللي انا اشتغلت معهم. جينا التيرمي التاني. انا مش عارف قبل ايه ا اشتغل ايه ايه اول مادة. اول مادة كانت كيو بي ايه. كيو بي ايه. ايه اول مادة انا درستها. احياتي في الله. وكان التيرمي التاني. اعدت افكر انا وامرة. انت عارق عمرة. عمرة مسعود. اه بزت عمرة مسعود. اه بزت عمرة. ونوجه تحياتنا لدكتور عمرة. حبيبي ده دفعيتي اصلا. وكان عمرة بس دخل الجيش انا ما دخلتش. زي ما قلت انا كياه. فاعدت معاه. وانا فكر بس جدا اليوم ده وكاننا بنتمشى حتى عارق بحر وراحين وانا هدبر مسعود كده. وبعد هتكلم معاه. وانت له. والله انا الشغنانة دي. اه او الكارير ده بدأ يفتح قدامي. وانا مش عارف اكمل فيه ولا ما اكملش فيه وانت رأيك ايه. طبعا اه بدأ هو يفكر معايا طب انت نجاح. وعندك ناس. والناس طنبق ان انت تبقى مجلد معه ترم تاني. كما نشوف مادة تاني. قعدنا نفكر يمين شو مالك. ايه اخو دي. وغاتل ما في الاخر ايه. قلت بطب خلاص فيه مادة اسمها الترم التاني. انا هنزل دي. المادة ديت هو اه والله المستعية. نزلت يعني عشان اقول امين معاك. ما حققتش النجاح ما حققته في المادة الاولانية. اه نتيجة اني انا كنت متعلم من اخطاء وقعد فيه. يعني انا طبعا اه زي ما بيقوله ايه. ما كانش في حد بيعلمني. يعني ما كانش في حد قبني يقولي الشغلانة دي ايه يعني ايه اللي مفروض يتم ولا ايه مفروض يحصل. انا كنت انا متحرك لوحدي. فمش عارف فيه اخطاء كتير وقعد فيها. اه زي عادة مسلا انا ده مالكتشر قوي ايه واش عارف ايه. حاجات زي كده. فما حققتش النجاح ان بستعلمت من اخطاء دي. انا اسف اعطي على حضرتك بس انت فاكر موقف انا في تكارتي دولاتي عادي بتحكي. كنت انا في سنة رابعة. كان عندنا في البحر. تمام. ووقتها اتمشيت انا وانت بعد ما خلصنا. ايوة. صح. عادنا اتمشينا من البرامية على البحر تبلي حد سيتيجابر. مزبوطة عادنا نتمشى وعادت تديني النصائح كنت انا لسه بنتتي الشغل انا ابتدت برضو انا طالب يعني. عادت تديني النصائح على الشغل وتديني اعمل ايه ومعملش ايه وايه عيوب الشغل وزي تتجنب المشاكل وزي. زب. اليوم ده اثر في حياتي وانا فاكر جدا الكلام من اللي حاجة بتقولي يعني. فانت عملت الحاجة اللي انت مشوفتهاش. اه بالزبط ما هي انا يعني كل خطأ انا وقعد فيه يعني ما كانش في حد قابلي يقولي ايه. لان اصلا ما كانش فيه concept. ان فيه حد. ومش. ان جوه نفسه. بيعنده الملكة. اه. او الحاجة دي. فكانت حاجة غريبة هي. كانت كلها جديدة كمان. كلها جديدة. ولسه علم جديد يا اطبر. بالزبط. فهي دي الفكرة. فبس وبعد كده بقى بدأت خلصت تالتا وتعلمت من افطائي اللي هو المادة الانشورنس وعليكت الافطاء دي السنين اللي فاتت وكانت وش الساعد علي المادة الانشورنس دي بعد كده هي اللي انا شارتني بطريقة رائبة مش كلها مش كلها بس يعني في كزا مجال تاني يعني في كلها تانية وفي معاهد وبتاع دي تستيرها بتكلمني ما عرفش كان بيوصل باللقم التلفون بس يمكن طلبة بتبنغ طلبة وهكزا يعني. فعنا بعد المادة دي كانت وش الساعدة علي. فضلت وقت طويل لانا خدت انشورنس حضرتك. اه. بعد كده. اه انا سبتها في الاقشة الخرز يعني سبتها تقريبا 2018. حاجزة كده. او 2017. يعني سبت بان انا بقى ايش. ده خلت في بصص تانية يعني او موعد تانية. وبعد كده طلعت بقى رابع نفس الكلام اه مرضوك كنت بقعد استشيري النياس يا جماعة طبعا مريقا وهكزا. واشتغلت بقى في المجال ده بس طبعا في البيت علي ما كانوش محتوانينه تماما اللي بعملو ده طبعا بس يعني. عما كانوا شايفين ان انت لازم يبقى ديك وزيك. عشان كده كانوا يلحوا علي فيه. فاول وزيك زي ما انتبك لقيتها كانت البنك. بانك. اه راحت اشتغلت البنك. وكنت شغيل في البنك اه فترة السكر وفترة بعد الضرب بتبدي اله الدروس او القرصات. بس كان في بيوت ما كانش فيه سنتر زيها. وطبعا انا كنت بقى عاني جدا. كنت لسه اقول لك ده الموضوع صعب. اه اه كنت عاني جدا موضوع البنك ده بالذات يعني. يعني انا يعني موضوع الشغل السابق ده انا اشاف ان انا اه مش حابب ده. انا حابب من التنريس وشعرف ان انا ننجح فيه. وعايز اكمل فيه. فلا معوضوع البنك ده كان بنزوره ومصعب اوه. مهما عدت البنك زيقول لك ترات اربعة سنين. وعكده ايه? اه 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 سبت البنك. انا فوال بانك اصلا كان كان دبارتمت بتاع ماركتنج وابيسوها الكريديت كارد واللونز وبتاع فوال بانك اصلا من نفسه قال احنا دبارتمت ده هنستغنى عنه. فمشي تانى او اربعة او خمسة. قلت قويس جات من عندهم. فكنت ابدل اشتغل في الشتاء دراسة كده ويجي فترة الصيف. اخش في مهنة معينة يعني. بيزنس يعني. اه يعني ما تخدش بيزنس لا يعني كنت خايل ببطا. يعني دخلت مثلا مش عاد شكت من احنا. قعدت فيها ترات اربعة شهور. يجي فترة الشتاء وتبدأ الدراسة. احس ان الحاجة اللي انا بحبها راجعتلي تاني. اراجعي سيء. اه لغاية بقى لما جيت اه اتجاوز. فطبعا كان لازم يبقى في اه اه وظيفة سابتة. على اساس ان هما يقتنعون ان انت. اه. اه. افهم المشكلة دي كويس. اه بالزبط يعني. فساعتها روحت اشتغلت في المصاري للصباب. وعدت فيها سنتين او سنتين ونس او حاجة زي كده. اه. لغاية لما تسببت وتعا. كنت برضو اشتغل في فترة الصبح وبعد الضهر. اه. بالزاو. وكان دي فترة انا دوست فيها وخنفت بنتي بقول ايان. اه طبعا كنتش باشوفهم قرص تريبا يعني. يعني الناس دي استحملت كتير معايا امراتي. وبنتي ما شوفت اهمش. انا استعملت. انا زي ما اقول لك يعني تمانية صورة مرات الصعب بعض. واي كي اروح. واي اشتغل. ساعتها بقولت لا. انا لازم ما ينفعش ان انا اعاد ارفة على ايود. لان ده بياطب مني وقته. بسم تجمع الاعداد ده بصد مكان. بالزبع. فكانت الفاكرة بقى ان انا اعمل مكان الناس تجي فيه. وده كان موجود في كليات. كان موجود في السنوة. انما الكلات كان معروف ان او الدروس بتبقى في البيوت. حتى عربي كمان. يعني انا كان زمان ديها في عربي كان برضو بياخدوا الدروس طيب في البيوت. وقلت طب انا اجيب مكان. فاخدت مكان شرب روسائل. وقلت ده المكان يا جماعة ان الناس هتجمع فيه. طبعا الناس عملت الموضوع ده بشكل كبير في الاول يام. هراف هدو الموضوع ده بشكل كبير. بس بعد كده بدأوا يتعودوا عليه. طبيعة التغيير في اولها كل الناس. بالزبط. زي ما اقول اللي احنا اتكلم عندي دهاتي في الاولاين. ايه بالزبط. ايه عشان كده هي فعلا الناس بترفض التغيير. بس واشتغلت بقى في القصة دي وجيت بعد كده بقى خناص دي بيت. زي ما بقول لك اشتغل من خمسة من دهات الساعة عشر من الليل. ارجع احضر وراء. انام الساعة اتنين تلاتة بالليل. اصحى الساعة مع الصبح عشان نروح المصر للصلاة. بقى انام كل يوم تعريب من اربع اخمسة ساعة. او ممكن انا من كده اول مرة. ما يدرت ايش بقى. جيت في لحظة خلاص حسيت اه تمشي الموضوعين برد مع بعض. حسين بقى ان انا محتاج لان دي وقت اكتر. الموضوع انا حابب المجن ده اولا. وسنين انا رجحت فيه. سالسان انا قدامي اه حاجة يعني انا اضراف الشهد. اه انو ريسك تيكر جدا. من دايما بتاعلم فلسمنت و الورسة. اه لا 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 ما اهمين. ان لان انا ا ا ا رحت وقفت قداما كلمت والدي وطبعا ومدعيه لك ونها باها عمامي وانت تعمله حد يسدي وظيفة زي دي. دي لس بتتمنى كده ده بيجيب ووسيط مش عارف مين ايه وعشان يخش الشمله ويتام دعنا. يا جماعة انا جوزت وخلفت وانا مسؤول عن بيتي وانا مش حاضر انا هستقيل. طب قدم عجازة. قدمت على عجاز عبد المرتب قالولي هتاخد ستة شهور لتجدد. قلت مصلحة. ستة شهور دي. تشوف نفسك. اه بالزبط دي. وفعلا عملت نفس كده وليت بقى شغلي بين برأة الحمد لله فورحت بالوالدي والدي من تفايل جين دانيال. قلت له بص انا فرص. يعني حسيب وحتفرغ للشغالين دي ويتحت بشغلنت الاساسية. انا ضربت كتير بانك شوك. مضحك. مش غلنت في المسلسل مش قادر. مش لايش اغفك. اه خالص. وابس راحة كان متفايل جدا معي. وقاللي ومراتي برده نفس الكلمة. متفاهم جدا. وقاللي بس بس بقى خلق ايه. قدمت وصفنه وتوسعت بقى. يعني تخصصت بقى توسعته. وجمت ناس اشتغلت معي وموضوع كبر. بحمد الله بفضل. ربنا. بقى دي خصتك يعني. كده انا يمكن تقول شوية بس. لا بالعكس. انت اصلا يعني سهلت علي حاجات كتير وفي حاجات كتير كنت عايز اسألها. تمام. جاوبت عليها يعني. اه طب تمام. كنت عسألك اصلا ايه اللحظة اللي في حياتك اللي قررت فيها ان انا خلاص مش هكمل في التراك او الكارير بتاع الشغلان السابتة وان انا روح التدريس جاوبت عليها يعني. اه. وهو التعب والمجهود اللي انت كنت بتبذله. بزيب. ان انت توفق ما بين الاتنين دكاكتر. اه بزيب. واي كمال انت بتيكت في لحزة. بتحس ان ماشي انا ببزن المجهود كبير جدا. المقابل ان انا باخده المجهود ده. حالة بو يوصل لمرحلة الساتسفاكشن. في ناس بتقمر. وانا ما نقدرش منهم عليهم. دي حاجة او حاقب ان كده ولا انا شايف كده من الاسبير كويس. ما بتختلف من طموحي على شخص الشخص. طبعا انا شايف كده كويس. وانا هو عنده اولويات. يعني هو عنده اولويات تانية. وعايز يرجع يخلص شغله سهر بعض. من بعد كده هو افريق دنيا جميلة معاه. لكن انت راجل عارف وزميل. ما ده لا انا هنكلم عنه في عيوب الشغل. مشكلة انا احنا الناس مفكرة ان الشغلانة بتاعت التدريس دي بتبقى صبورة بس. ايوة. ده الصبور دي اصل حاجة. يا ريتها صبورة. ايوة مزبوط. كلامك سريم. يعني والله هي الوجع الدماغ كله يا جماعة. اه. اه. وانا صبورة. حاجات كتير اتفقت الشغل والتحضير وسامع المحاضرات وكتبت الورق. دي بلاوي كتير. ايوة ايوة ايوة. هو شغل الضبل اللي بيحصل فعلا ده. هو اسهل حاجة الويد بورد فعلا. ومفكرين في الاجازة مسلا بنقعد ونعملش حاجة. لا. ده هي واجه الدماغ الويد بورد في الاجازة وش في الشغل والله العظيم. التحضير من الشغل. اه الموضوع موضوع متعب بشكل. مزبوط. بس انا بقى يعني انا وصلت المرحلة دلوقتي ان انا مش عايز اقولي نجيب تأخلي من الشغل والسليم. حاسب بتاعها بزيادة. وزي ما انت قلت كده على الشغل والسابقة ان انت المجهود اللي بتبذله مش حاسس ان هو اه اللي بيرجعلك. بس بقى موجود للأسف دلوقتي عندنا في شغل والتدريس. بس ده الاول. اه طبعا. طبعا مع ظل ان احنا موجودين في ده. وانت عارف الدنيا ماشي ازاي. وفي بقى حاجات كتيرة عوامل خارجية كتيرة بدون التطر وطليعة. فعلا انا هي بتوصلك لكده. دلوقتي الدنيا ما بيتش اه. بزيزا ان معه بس في ان احنا في حاليا في مواد الحال. هو ما فيش اي مجال. مستخر. اه مستخر وحيقدر يوصلك طب الحل ايه? الحل ان انت بقى لازم يبقى عندك طوح شغلان يوديني وتلاتة. اه بالزبط زي ما انت بتاهم كده. يعني انا يعني مش عارف اقول لك انا معجب جدا بفكرك في حاجة زي كده. ان انت بتفتح مجال جديد لنفسك وبتقدر ان انت بتعمل للمجال ده. وان انت تتعلم وتخش فيه وتخترقه. ده حاجة كويسة جدا. وبرضو في نفس الوقت انت رسل شغال في المجال بتاعا. يعني دي حاجة كويسة. وعلى فكرة انت قلت عامل حاجة قبل كده بزنس قبل كده برايفل. بس. كون ان انت حتى تعمل بزنس. حتى لو ما نجعش يعني اديك بتحاول. اكيد او نام ربنا هيكلمك احنك. اكيد. احسن من انت تلقى تحضي لك. انا خاندك بتقول الله تسلم في الشب. اصل ظروف. بس لي انش عارف ايه. انا ما بعرفش اا اعط غلما فوق. بس ما هي. انا فريك يعني لو هو اما. وهو ربنا بيدي كله على على قد المجهود اللي بيبزره. وعلى قد تموه. وعلى فكرة انت لما بتعوز حاجة بتحصل. حتى لو بعد وقت. بالضبط. حتى لو بعد وقت. بس انت تنسى انها حصل. وتنسى ان انت كنت تتمنى. او تنسى ان انت دعيت بالحاجة دي. او ان انت ايمانت بيه. لكن انت لو لك تموح بحاجة وعندك ايمان بحاجة. هتفضل وحتقدر توصله. ده شيء اساسيا. اه دكتور حدرك كنت قسم اكاونتنج صح? مسبوك. طب اه رغم ان انت كنت قسم اكاونتنج ليه تجاهت اكتر للتدريس لمواد المانجمنت او مواد البزنس. وهي مواد الفينانس. اه بس انا خرج ازا ما بتوك 2001 قسم اكاونتنج. وكان زمان في الكلية اكاونتنج هو اللي كتساع. يعني انا نظر ما كان من لزم التساعين في مياه اكاونتنج عشر ما بس بزنس. وده لقيني بزنس زمان مكانش تراكس زي درواتي من التأس. هو كان مجالات العمر كلها منصبة نهاية اكاونتنج اكتر يعني. مكانش فيه بقى مثلا ان اهتمام بالدشرة الماركتين وبالماركتين وباليتش ار. يعني الحاجات دي ما كانش تريند. يعني فيه فترة كده طبع تريند اليتش ار. بعدين الماركتينج. الناس كلها بتاخد ماركتينج. عس دلوقتي الفترة دي والبورصة والابليكيشنز اللي بتنزل. هي حسب متطلبات كل عاص. انت فاهم? فبدأ العدد كبير يزيد في اه بزنس. دلوقتي انا ما وصلنا دلوقتي ان تقريبا بيبقى قرب نص يعني نص الدفعة او اربعين ستين او ايكوالي كمان. انت فاهم? اه انا كمان اه ومكن دي كانت متأخرة في حياتي شوية بس اخدت اين بيه? في اه في الفينانس ان في الفين واحد. اه فقعدت بص على المواد دي والمواد دي. انا خدا بقت بدي كنت مواد في اكاونتين وبدأ مواد في بزنس. بس انا حسيت ان المواد بتاعت البيزنس او بتاعت الفينانس بمتعة اكتر في شرحها. وريلية ده اكتر من الواقع العاملي. انا حبيت المجال ده. يعني انت لما تيجي حاصل حتى انا من ازبارك انت مجا زاكر. مواد دي او مواد دي. ده المواد بتاعت الفينانس والبيزنس امتعة كتير. فبعدين انت يقدر تربط بالواقع العاملي بشكل كبير. لك انت في حلوة كل حاجة. بس الاكاونتين انت حسين ده طف شوية. مثل في المنص دي. انا حسيت كده. لان انا زي ما بقول لك اكاونتين واخدت مصدر في فعجبني جدا المجال ده. وحسيت ان انا بابدع اكتر فيه. ومواده بحب بشرحها اكتر. وبتبقى انت حتى انت عارف فيه مواد ممكن انت تبقى مش جاية على هواك او ما بتحبهاش. وهي بتختلف من شخص بتاك. فانا زي ما بقول لك امانت بالموضوع ده عجبت عجبني جدا فعشان كده بقيت بنحاز ليه اكتر لان انا شايف ان هو الترند اللي طالع في الفترة الحالية. زيت كمان ان انا شايف ان هو امتع كتير. زيت شايف ان الكلية مهتمية امتر بالموضوع ده. فانا اه ده هي العوامل اللي قدت. لك انا مش حكايت مقرح ولا بحب. ما انا شغال هنا وشغال هنا. يعني في مواد بديع هنا وفي مواد بديع هنا. يعني في مادة انت مسلا وار فاكره. ما عجبت تحبهاش خلاص. طيب. ما عديدة عقسمك. فاكرتك بتشوف تحبها ازاي. بس هي هي اسمها بس هي مراعك واخلص بendi. ما يعجباش علاقة بس هي اسمها وعايز اقولك نفس المادك ده بتاخد فهمدسها تحت اسم مادة تانية. اعیوان اشتراك معناس بكرة هندس عالب كرة يأخار يغدوها برضو بيأ kald هذه تسماك مش عارف plans management uh. وفي الظبت كان بيسموا عن ده ونفس المانعت. عارش ما انت غارت ايه. نفس المانع ايه أنا درست الناس بحكرة فيه نس من كلية ده كثرة من كلية هنبسك انا بيجي اشتاقوا هندان المادة ديت يعني. هي كمان. لان هما شبها بعض شوية يعني. فبص انا بديك كده. حاجة زي اي 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 اس. انت بتحب بقى. انه عما وحدش مشكلة اوي يعني. اه. بس ايا برضا. اخدتها معاك برضا. افاكرة اه. اخدت فلوة شارت. بس ادي خدت المنج كبير. اه. دواتي سمعت انها سهلة اوي. انا سهلة جدا. احنا خدنا المنج الصعب. لان المنج كان كبيرة وضخم وعلاق. يعني انت رأى. ايا لا. ايا لا. فيها حاجات اللي انتي تتزموا عن قد. في حقيقة تحس ان المواد طف شوية. انما انها حال تانية تيجي تاخد بقى المواد بتاعتها. تحس انها مواد دلعة كده بتتكلم. في الاسم مواد. حتى بتغير في تفكيرك كمان. يعني والله فعلا. مش بازار. انا استفدت من المواد دي. على مستوى الشرطس. بقيت في تفكيري. في الانبسمنت. بقيت في تفكيري. في الاندخار. ازي تاخد فررات صحة في حياتك حتى. لان انت ده ده كل حاجة داشت لها في حياتك يومين. انت يومين بتاخد فررات. خصوصا مع التأسيرات الاقتصاد اللي بتحصل دلوقتي. فمواد اهم ان انت بمعارف. يعني انت انا لا استفتع مشروع اول حاجة هتفكرين حمول منين. لما انا هم منين دي قصة. وخلو ما لك مش حد يقدر يحدد هي التواجد الصحة. ما انت وكد تفكيري تقولي بغلط. يلقيك في دهية. انت فاهم? بس فايا دي بس. اه فاكر ان برحل مكالمة بتاعتنا بالليل. لما جيت تقولتها كان عندي البرزنتيشن في الام بي اي. اه متاعتي. اخترت اسم البرزنتيشن. اه. الحاجة انت كنت قلت لنا قيل لنا عليها بتاعة بيرش و بولش. فيها بيرش و بولش اهو. السوق طالع والسوق ينازل اهو. 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 وده تكنيك ان انا ننزل دماء. اهو. وده بحر كبير برضو. خلو ماك الحاجات دي حنوى جدا. والحاجات دي بناس منستفاد منها بشكل كبير. اهو. انا شفت كده. احبيت كده. الناس بدأت تقول لك. اهو ده بيكره هم بتوعك كم تنجل. اهو. اهو يا جماعة ده الترينين. وعلى فاكرة كامال انا ربانه منصفني لما اسم الكلية اتغير على فاكر. عاد يقوله لا اهو. اتغير يا جماعة بقى اسم الكلية دلوقتي. بس خناص. الموضوع انت. اهو اصلا صراحة اسم الكلية ده لا يموت للوقع. بس انا ما اش ايه 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 اي جدا. سكتديلي على قلبك. اللي هي عايز? ويا ليه الوار? ايه عايز اصلا مشكلتها? ان انت بتتكلم في حاجات مش عايفة اقولك هي يعني حاجات ما تدارك هي ادارش تدارك للمسا. زي كده. انا فهم اصدق هي. عايزة عايزة تتعمل تشرحها الكمبيوتر. بزاق. ما فاش تشرحها بالزاق. فهم اصدق. وبعدين انت بتديره مسلا بتديره بتديره نظري. اه فلان هيحصل كزا وحيدي لك الورقة الفلانية وتعمل وامر الشراء وامر وش عارف ايه. قصة كبيرة صعب ان الواحد يتخيلها انت فاهم? تقوله السيستم وعيوب السيستم وعايزين نعمل الدياتا بيز وكلام لدي الدياتا بيز لو تتكر نظري. الدياتا بيز وشاكل الدياتا بيز والانوميليز اللي موجودة فيه. طب الحاجات دي مرضو مش من نوصة. الحاجات دي لازم تتطبق. على كمبيوتر. على كمبيوتر. اسكاب بزيله الوارح من المواد المتعبة. انك في كلها ايكسات وحاجات مش افهومة. بالزبط انت بتحول تكون لحاجة لمعهضلات رياضيا. وهو نصا ورشتر لاعلم بيز اrinشترى من رياضيا فما فتخبهاش فأنك بتقوله ان ان بحاول كل الحاجات دي وعو individual انا في مرة او او افساراته. ايه 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 احنا احنا داخد المادة ديت ايه انا مش فاعبه ديه. انا انا شاهدود انها منعاش اي لازم لحيا وتغلس زي. ان تع cash البضاعة دي زي اذنان باسرع وقت وانا تكليفا. انت فاهم. عندنا المكان واناك العلمية العزية تخصص للشخص الصحي يشتغل في المكان الصحي. يعني هي داخلها في كل حاجة في حياتنا فاهم. بس ايه طريقة العرض بتاعها مش مناسب. ممكن بالزبط يعني ممكن انا شايف ان اه وكان دان بيحسن زمان على فكرة. اه ممكن هتحتاج لها. ايوة لازم لازم تشروح بركت. اه بالزبط اه بركت كلم. وهو اللي يمضي على فكرة برضو للامانة. اه با الدكتورز يطلبوا من النطرب ان هما يجيبوا الاب وينزلوا برامج ويشتغلوا بتاع. استقرم يعني. عشان كل الافكار انتجارة دي كلية نظرية اكتر منها كلية. بالزبط. فما الاب ايه اللي انا اجيبه معايا. اه بالزبط. معايا دي نوط. وبعد ان العدد كبير وتاع تساب ان انت التالي محتاجة شؤون كتير يعني. دول اكتر مادتين. اه هم دولو اكتر مادتين. طب سؤال تاني اكتر مادة انت بتحب الداريسة او الانبسمنت? الانبسمنت. العشرة الانبسمنت. مادة بس انا ليه اكتر مادة انا بحب اشرحها وبطريقة اه غير طبيعية. لان هي كلها فعلا حرفيا الانبسمنت للواقع العاملي في موضوع عن بورسة والكلام ده. اه. يعني اه والاستثمار عامة سواء بقى استثمار وطلبك تل جده بتبقى عادة مستمتعة وهي بتسمع. وهي بتتعندل. انت انتخل بقى التكنيكس بتمشي ازاي داخل البورسة والاجراءات والبعاء والشراء. وانتخل بقى زي من الفاكر لو خدنا شورتسيل والمونجمبرشيز والحاجات اللي كلها. زي تحسب الرسك. ازاي ان انت هتحمل الرسك بالنسبة لك. نسأل تعمل بورتفوليو مانجمينت لها برضو. هاي شورتسيل دي بتعطي الامار. ايه? شورتسيل دي بات الامار. اه 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 ا تسيري باسم واتباحة وفاكر انت القصة دي. طبعا فاكر. بتضارب بحاجة مش ملكك اصلا يعني اه والزبط. طب ليه دايما بيقولوا عندنا في الكلية ان احمد اشرف خيفات. انا باسمع الجملة دي من قبل ما خوش. اه او انا ازايك بالله بسمع كتير جدا. من اللي طلع لاشيان؟ ما عارفش شو ناس كتير هم تتكلم او في الموضوع ده يعني. هو دايما يعرفش يمكن دي امنية عندهم اما عايزينها او ايه. اه اه منشفة فى الوطرة. ويمكن كمان عشان كنت بعض مع ناس زمانية. قلنا الله زهقت من شو الله انا المتعب ويا فعلا من الواحد واصلوا بالحالة بقى تعب جدا من شو الله انت عارف كبير ساوي يعني. انت بتتعب بعد فترة كبيرة يعني. وهم ما يمكن بنوا على ادمانهم ان هو خلاص هيبطر الشوء نانا ويو يو. مسانا انا 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 شو انا اهي عدو لفن عشر يوم فى عمري يعني. حفظا لاخد عمري وياب على الوايد بورد برشه. بنا ادي لك الصحة. اه الله يخدني. طب لو في طالب بتفرج علينا دلوقتي اه في سنة تانية. طالع السنة اللي جاي عنده سنة التخصص. تمام. انصحوا بايه بدون انحيازات. والله بص عشان الناس هتوضت لك. بس قول ده تسألتوا كتيرا كده او. اه جدا ومشاهدت مدروحة والكلام ده رساوة رساوة الكلام او طبق ده. وانا حتى كنت بتتكنل مع زمائلية في القصة ديه او حتى كنت بتكنل مع طلبة. والله هيك حسد ميول كل شخص. اصلا انا ما اقدرش اعمى مع الناس اقولوا والله ده تعمين انت بازوا كلكم تخش وكذا او بازوا كلكم تخش. لا ده مش تعمين. فكرك منها اي محاولة حاجة واحدة. انت بتحب المجالية. انا راجل بحب الاكاونتنج وبحب مجالات الاكاونتنج. وعايز افش مجال الاكاونتنج. وعارف ان المجال الاكاونتنج ده هو الجوكر اللي بيدي شغلنات كتير خلاص. اكي? بواحد. في واحد ان لك لها انا بحب الماركتنج. بحب البزنس. اه. عايز اعمل بزنس غير. بحب الاستثمار. موضوع مجال البورصة ده واستهويني جدا. يعني هم يقول حسب كل شخص اللي عاوز ايه. وحسب كل شخص هو شايف كاريره فيه. وخلينا كده مصراحة اكتر. مش هو الحاجة الاساسية بتاعك اللي انت بتختاره وهو ده اللي هيحط. انت بصيد ده في عندك حاجات تانية لازم تحصل عليها. اللي انا كنت بكانن من الناس كتيرة فيها وطلبك تفيت. انت يكون تقوّل. مش انا مسلا والله دخلت ده فحليه شغل. دخلت ده مش حليه شغل. ما في شخص ما كده. هو انت اصلا مفروض تزود الكلام اللي احنا قلنا عليه. بتاعتك. بتاعك. اه يبقى عندك مهارات. ايه الحاجة اللي تخلي صاحب الشغل لوظفك عنده وهو ياخدك بدل حد تاني ما هو فيه الاب يتخرجه. شمعان هو يختارك انت ويختارش حد تاني. فهو ايه مش مش دي المعضلة. مش هاي دي القرار النهائي في الحياة مخش ده ولا ده. فهي فعلا حسب جيوب كل واحد. حسب اه تطلعاته للشغل ايه? حسب اه انت شايف انت عايز تبزل مجهود قد ايه في الكلية? عايز توصل لتهديرات ايه? ايه المواد دي انت كنت بتستغرسها تقوله وتاني ما عارفك اما اقوله وتاني عرضت عليك كل المواد اللي انت حتاخدها في تالتة واربعة والتخاصل. سواء ماركتنج سواء اكاونتنج سواء اتش ار سواء فاينانس كل انت ادرسك. بب انت بقى مفروض تعرف ايه اللي انت كنت بتحبه وتخش فيه واللي انت محبتوش ما تتخدش بس. نفس السؤال اللي انا لسه سأله بس له فيه طالب بقى لسه متخرج. يعني كانوا في دفعة سنة رابعة سنة اللي فاتت. ايه. ومش عارف يعمل ايه وبيقولك دايما الشغل صعب بيقولك انا بقدم السفات بتاعت في كل حتة ومحدش بيكلمني ولا حد بيقبني بتنصحوا بايه? بس هو اه 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 حتة ان ما مش لاشه ما ده امر طبيعي والناس بتبقى مستعجلة الموضوع ده هم معزورين فيه. بس انت الطبيعي بالنسباتك ان ان لازم تحاول مرة واتنوه وتلاتة. يعني ان بيتقدم سبات في امكان كتير. وتحاول على قد ما تقدر ان حتى لو شغلنا انت شايف ان هان شغل لازمة ليك ومش عالم باك ومش هتستفاد منها حاجة. هون واحضر بانتربيب. قصرت راهم بتاع انتربيب دي في حد ذاتها بيرا جدا. انت فاهم? حتى لو شغل تقبل. اه حتى لو مش هتقبل. او حتى لو حتت قبل ومش هتشتغل ان انت مش عاجب باك الشغلنا ديت يعني. برضو حتت ان الشغل يجيب شغل. يعني انا ممكن اشتغل شغلانة في الاول مش عاجب باك. وده حصل معي لان بتكفى عن ده يعني. ممكن قبل انبالك اشترك شغلنا طعبية كده. بس فكرة برضو. وفي كلمة ده ما نبقى ان الشغل بيجيب شغل. والقعدة بيجيب قعدة. ماشي حاجة بانتربيب ده استسلم وخلاص. ومدام بغض الظهر. واصلها آآ 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 الفجر. وما بعملش ايا حاجة واصلة مش لاقي شغل وبتاع لا. ماشي آآ اللينية صعبة اهو. طبعا تمام بالكلم ده. والعدد باك بيه. والفرص بات وليه لا. وكل حاجة موجودة حوالينا بقت صعبة. بس انت احاول على قد ما تقدر زي ما قولت. قسرت رغبة. آآ ان انت الطوبة ان ما عندك حاجة زي اللي قولنا الانجلش او كده ان طبعا ده في رجل ده في الشغل. آآ نازم يبقى فيه كورس ازا انت اشغال فيها بتبحث ان تتطول مهارات بتاعتك. وفي نفس الوقت بتحترقين وتريبيوهات. وفي نفس الوقت لو قابلت الشغل هنا. اتعلم من كل شغل هنا. انا في فترة على فكرة. انا جاء ما قولينش كاملة. اشتغلت في الشركة بتاع التأمين. عايز اقول لك ان الشغل هنا ديت انا اصلا كنت اتخيل مش حاكمل بالمجال ده. مش حاكمل من اقوى التأمين صعب دي انت انجيل تانية. بس انا استفت من الترينج اللي اخد. وخلي بالك ده في بتاعتي. كمان في شغلة زي التنريس. لان انا اتعلمت من مهارات الانطاق ويقناع العميل زي. حاجات اللي قولناها. كل شغل انا انا اشتغلت فيها. اتعلمت منها حاجة معينة. اضافة طليلية. والخبراتي. فهي مع بعض مهارات انت بتبنيها فوق بعض. لدي الفكرة الاسية. وزي ما قلت لك بقى. تحاول على قد المطاطر. انت ما قلت اشتغلت في حتة. وشايف انها مش عجبك قوي. بس ممكن قدام بعد كده وانت موجود. انت هتبني عنقات. ايه بل واحد. وانا قلت نايد الفيه فورسة فورناي. فقر اس بي. هتلاقي الشغل بيجي بشغل وغلبات بيكرمك. انما ان انت تبقى قاعد. وخلاص انا مش تلاقي. ومستني. واصلي كله من وسطة. واصليش عارفة. ماشي. مرام. قولي ده موجودة. انا موجودش كده. وبعدين هتستزل. اه. ايه ما بقى تعمل ما انت هو واحد صاحبك بيزنس صغير على جنبك كده. ايه كان بقى ايه هو البزنس يعني. طب تنصر بحد البزنس في رؤيته ده? هو صعب في التوقيت ده بصراحة. انا بجد اي حد بيقول لي انا بيقول له مساحتي ديك ما تخلصش في السكة. حاجة بص لو حاجة هو عارف انه هو بتاعها. ومجربها بييده او نخرج من عبائك ان انا عايز وزيفة ستة. لأ يعني انت لازم تدور على مجالات تير. وعلى فكرة هي المجالات اللي معارضة تير جدا ده. سواء بقى اونلاين او غير ومنتشار النات بالطريقة الفزيعة والتدارك من ده والارتفيش الكلام ده كله. بقى انت حاول تتعلم مهارات دي. في ناس مرضى بتخش على مواقع معينة بيشتغلوا في الترجمة. في ناس بتخش. وفريلانسنج. وفريلانسنج. حاول. واكيد انت عندك مهارة بنا دهانك. انت لازم تكتشف. الشطارة بقى انك كل ربنا ميجي كل واحد ميزة ومهارة. انت لو قدرت توسط ايه الميزة اللي عندي? ايه المهارة اللي عندي? وحبتها وامنت بيها? هتنجح. لا اكيد لو حاولت مرة واتمين وتلاتة. انما حتة الاعداء. خلاص? لا. والخطأ الاكبر. اننا بس هاخد شهادة كبيرة زي ومش هشتغل الى لما اخد الشهادة دي. هتجي بعد سنتين تلاتة اللي هتلاقي نفسك خط الشهادة وانا اشتغلت. ده اللي كنت عصر الحقيقة عليه. سؤال بيتكرر كتير لنا يعني اخد شهادة ايه. بالضبط. انت عايز تشتغل ايه اصلا. بالضبط وهي شهادة مهنية. يعني انت لازم يبقى في مهنة. وانت متاخد عشان تطبع عليها وتاخد ان الشهادة دي التقوية. انما اخد الشهادة واشتغال انش. طبا انت هتجي بعد سنتين تلاتة اولا عدم موجود شغل ده بيسبب لك تكاسم وخمون. هتنجي تلاقي نفسك بعد كده منزجي البس او في الاول. بعدين بدأت تتخلي حصلنا كومون. بدأت بقى تهن الموضوع. سبت المذاكرة لمدة اسبوع. عشر تيام شهر. طب وبعدين. تيجي بقى تقدم على شغل. يقول لك والله انت بتخرج بقى لك سنة ونص سنتين. انت ايه اللي في الخبرة اللي انت اخدتها. اشتغلت فين? عملت ايه? وبرضو يقول لك اصلا بدور على شون? ومكتوبش اه في الاول حديث التخرب وعنده خبرة. ده طبيعي على فكرة. هو حديث تخرج عنده خبرة. خبرة في ايه? انت لازم يكون عندك المهارات اللي عندك. ان ده انك كان فيه. هو بيعتبر ان انت من ايام وانتك حتى في الكلية. او ما بعد التخرب تشتغل. او عندك مهارة او بيجي فترة تسيت وتشتغل. يا باك انا مسلا انا وانا في الكلية. وانا في اه تالتة. فتحت بيزنس انا هو واحد صاحبي. عملنا اه مكان. جلنا فيه ترابيزة بلياردو. وجلنا بلاي ستيشن. كان في عجل. هو كان عنده بيت كده في شارع الحنبير. اه اخذ بالك. اه في المكان الزمان باك هتقدين يا فادي خالص في شارع الفادي ده كان انشبه مغلوب مهنور يعني. مكان محدش يتوقعه ابدا. يعني ما عم متعرفش هو ازاي ان فيه ممكن حد يفتح بيزنس من المكان ده. وروح انا هو اتجارنا من الواحد. طرى بيزن ملياردو. جلنا كامل جهاز في ليستيشن. وعدنا فترة الصيف عن الشقة باتفو. وننزل بالله نفتح المحل ونشتغل. واخد بالك. وعلى قد ما نقدر نحاول نجيه. على الاقل انا عدت فترة الصيف دي. قطيت المصروف بتاعي بدلا ما قطيت بقول دي او دي او دي او دي ايه. وجبتي نفس المصاريف اه اه دي اكسو بتاعه مش عارف ايه. ما كسبتش قال ما كسب الفضيع بسان. اه تمانت على نفسي في حاجة. انت فاهم? وتعلمت حاجات اكيدة تعلمت زي مصاريفك وزي اوت. توافق ما بين الريفنز وما بين الريفنز وما بين ده ونعمل اوه. بعدين عارف الموضبة ده يكبر معناش ايه. يعني اشتغلنا شوية كويس. فيا بزي اقول لك كم جهاز جهازين البليستيشن. وكانت اسعارة مضحكة. يعني انت ترعب جيم بليارده باتنين جنيه. ترعب جيم على البليستيشن بروس جنيه. حاجات غريبة جدا. الكلام ده كانت سنة وتسعين تقريبا يعني. فمهم ايه 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 ايه. طب بقول لك ايه. الناس بتيني يجيك ورايبهم عادين او اصحابهم عادين. بتيجي نجيب كم كارتولي على بيرسي على مش عارف ايه. اه طب تمام يلا بينا. وروحنا جيبنا الحاجات دي وحطناها. وبينا نكتب في الكروسة باعنا كيس شيرسي. باعنا واحد عشان بتاعتك بتشوف مصاريفك وارضاتك وليناتك. طب ننجي لنا الجورنال كده على الاد. على الاد بالزبط يعني. بس ايه انا شايف ده. هو الشغل ما بيجيش لبا كده. والدنيا النهاردة عايزة ليعافر معه. هي الموضوع مع اصحاب بصراحة يا. طيب اه موضوع الكورسات ده. ايه. بتاع اه افتر جرادوات يعني. اه سايف ان هو ازاي واحد يحدد انا امتى محتاج الكورسة ده? وامتى ان انا اخد الانشهادة دي. بير. لان دي لغباطة بتحصل لناس كتير يقولك انا قدام ايه. قدام ايه. قدام ايه. قدام ايه. ايه. وفي مجالات تانية كتيرة يظهر زي. والحاجات دي كلها. والبايتون والشعر والبيج ديتا والارتفيش الانجدلجنس امه. كل دي مجالات جديدة. ساعة بتلاقي الناس. وتب عايز عايز ان تاخد اه مع ايه. وما نتنشع رقب بعض. بالزبط ايه. فنصحتك ايه لله? في حد مطردد في الشهادة المهانين اللي هو ايه. مصرعة يعني زي ما اهدفنا في الاول. انت حدد انت عايز تعمليه. طب انا مش عارف انا عايزي. طب خلاص. انت ممكن تعمل حاجة وسطة جدا. اي سمينار بيتعمل او اي ندوة تعريفية بتتعمل وليه موجودة في كتيرة جدا. في اماكن كتيرة جدا. وفي كلية حط عندنا وفي الاكاديمية. روح اسمع. اعرف اين محتوى. يعني ايه? غش. عنت وشوف. فرص العمل لكل. فرص العمل ايه? المواد اللي انا حدرسها ايه? اه بتاعت الناس اللي اخدت الشهادة ايه? الناس اللي تقول عليها صعبة سهلة منتعة. ايه الدنيا ماشي ازاي? هزاكر كم ساعة هعرف ايه? احضر مسلا زي ما قلت لك الندوات اا من فيك عبيبا حاجات فتيرة من دي ممكن تقدر تحضرها. حاجات فور فري. بتحضر مسلا كده تشوف ايه المجال ده. طب والله انا حضرت الندوة دي لقيت المجال ده مش ريه معي. لا خلاص. انا مش حابب المجال ده. انا مش شايف نفس المجال ده. وعلى فاكرة انت ممكن تخش في انترنت. انت مش فيه فترة. وتجي بعد شعالين تلاتة تكتشف. اني مش دغنب ان انا عايز. فقط ممكن تغير. انما افتح موضعين في نفس الوقت. في مجالين زي ما انتو قلت مختلفين تمام ما ينفعش. وهو انت لازم تتمسك حاجة وتست. وتبيلها الوقتة وتدرس. والنهاردة الانترنت يجاوب عليك في كل حاجة انت عايز. هي حاجة. وتسأل الموضوع ده الانتشر من طريقة رائعة. والسنترز الموجودين وعلانات على الفيسكو. ده لو سألت شادية بتيها يرد عليك. بالزبط ولو سألت حتى شادية بيها بالزبط. فاي حد حيرد عليك بحاطة عارقة في توصل. بس. هي بس انت حدد. ان دي وقت كويس لدراسة كل مجال. وشوف المجال ده انت حابب ولا لا. وحتى لو انت مش عارك تست المجال ده. ادخل فيه لمضي ترات اربعة شهور. والله المجال ده مش جاي معي يا سيك. خلاص? انا دخلت بقولك شركات ملاحات فيها تلت شهور. ما جاتش مع سيك. كان متعبة. وما حبتها ايش. يعني المجال كان بالنسباني متعب وما حبتوش. وما كبيرش منه عاد اللي انا ممتازر. طب خلاص التلت اجتمعوا. انا ليه اكمل فيه? خلاص? تغير. وروح حاجة تاني. ومش اول شغلانة هي اخر شغلانة. يعني فينا سيقولك انا اتخرجت وشتغل والشغلانة مش عاجبانة. انت طبيعا انت تنط وتبسين الشغلانة تتعلم منها حاجة وتخشها للشغلانة تانية. ولازم او مليوم كان فيه دايما مدير والله العظيم ترات. اول ما شغلت في البنك. قال لي احنا عندنا او شغلت في البنك. قال احنا عندنا بكرة اا انترديو. او قولي انا عندي بكرة انترديو في البنك تاني. بس مجيوش سراحة. كان مدير البنك اما ام ايه ومفي الناس متونج بو حاجات نحن. فاجي بعد كده اا بعدها بيوم قلت له ايه روحت اا اا يستشريف او الناس مش هريل. قال لي اه روحت واعاز اقولك عالصنة. انا لقيت كل البنك بتاعنا موجود هناك بيعملية تردور. قلت له بجد ولا. قال لي والله كلانا انا ده طالع لقيت فلان معانا هده. وفلانة من الفرعات تاني. وفلانة من الفرعات تاني. قال لي كله بيدور. قال لي اليوم ان انت تشتغل فيها هو اول يوم تدور فيها على شغلانة تانية. اليوم ان انت تشتغل فيه شغلانة هو اول يوم تبدأ البحث فيها على شغلانة تانية. ده 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 جملة عكس كل الناس اللي بتقولها وعكس الاهالي وعكس التفكير. بزبط. ان هو يقول لك انت احمد ربنا على انت فكير. احمد ربنا. والحمد لله على بقولي شيء طبعا. بالزبط ما حد شقدر ينكر الحمد الله واحنا حسن من الغنة. بس احنا وقفناك احنا هنفضل بعدي. ما تخشش فيها. اه. هي دخلت في دي انتهى الموضوع. زي ما انا ما قلت لك في اول وانا بكلمة كان براحلت لك. كواس اول ان انت حاولت تتدور على مجال تاني بعيدا عنك بقصات وعلى الكلام ده. ماشي وجميل وكل حاجة. بس هي وده خليب لك انا خطأ وقعت فيه. وانا وقعت فيه. اه فكرة برضو اي انا بني سبع سنين. بالزرط. فات من عمرك سابع سنين. انا فات من عمري عشرين سنة. فاهم او اتنين وعشرين سنة كواني. اتنين وعشرين سنة. فات من عمري وانا في ده. اتبقى لك. بقى وده بحان ذاتهم مش حاجة كويس. انت لازم تنفرق من برد وتشوف مجالات تانية. لان على فاكرة انت لما هتيجي تخرج في ده. هتكتشف ان العالم حواليك اتغار جدا. وانت مش فاهم ايه. ايه يا جماعة ايه الماركت الجديد ده? وايه الحاجات الجديدة اللي بتحصل لك? انا عائد في الحتة دي. ومقفول عليها. نايف فاهم. ما هو ده ده خطأ. ومش بقول ان انا انا وقعت فيه وما زلت وقعت فيه. مثلا. الخروج بيبقى صعب. وكل ما فترة بتزيد على فكرة كل ما خروج بيبقى صعب جدا. عشان كده هيك الخطوة هيجابها جدا من ان كان انت تم حاجز كده بصراحة يوم. او. او. طب اه شايف اه الاونلاين تكنولوجيا عمتا اصلت ازاي عبت عليهم. يعني احنا لحد عشان عشان تريبا ما كانش في حد اننا شغال قمبر. خالص. اه. احنا بدأت كده في البيت لو تفتكر ايه. ايه. انت من اول الناس اللي عاملت القصر. اه. انا كنت اول حتى. ممكن اول واحد يعني. انا كنت اول حتى او عامل جبت الصبور نزلت جبت الصبورة من السندر وراح تجاب علاقة بالبيت. اي اي اي. وراح تجايل من الموبايله. شايف تأسير الاونلاين اعمل ازاي على التعليمات? تأسير واجابي ولا سلبي من رائع? بص وليه اجابات بصنبيات. من الاجابات اللي موجودة فيه ان انت النهاردة تقدر تنمي المعنات بتاعتها بالنغير ما تبزل مجموط. وترجل تشغيل ترجع بيتك السابعة تمانية بالليل. تعبين جدا. او اه راجل مسلا طالب اه ساكن في حتة بعيد وكان بالنسبة لك النزور كل يوم لبفلية او النزور ان انت ترعتها في بورسه بتاع. كان موضوع ما تعتقد. النهاردة موضوع بقى سهل. انت في اي وقت تقدر تعلم. وتعاد بالليل الساعة عشرة بالليل. بدل ما انت بتطور تتفرج على حيات مماشا اي تنتين لازم على التليفزيون. انت انا افتح. اتعلم المهارة دي. ممكن تتعلم مهارات وتقوم مهارات كتيرة جدا لك. من على منصات التعليمية الموجودة المنتشرح حاليا يعني. فبقى التعليم اسهل. فهو ما نقدرش ننكر ان الالاين بقى تعليمه اسهل. وعلى فكرة هو الموضوع جرادي واللي بيزيد. او طبعا. احنا في الاول لما جاء انت دينا ان الناس مش عاجب على الموضوع. تفتكر احنا اقول ضفعة كابتلية واحدة عشرين 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 اللي كانت بعد الكورونا. مزبور. كان فيه اه عدد كبير جدا مش حابب الموضوع مع الوقت اللي انها. كان بيريزيست برا. كان بيريزيست اه. مع الوقت بقى لانها ان العدد عمالي يزيد اكتر. يزيد. درجة النهاردة مع كل حاجة شغالة ومفتوحة او. واغلبية الناس سبعين تلاتين. سبعين في المية اونلاين تلاتين في المية بيح. بالزبط. بيوفر مجهود هو وقت طويم. وفلوس والناس بابا. وفلوس وكل حاجة. واخذ بالك وبيوفر لك وقت رغيب انت انا ننزل عشان تروح كورس بتنزل املاب ساعة. وتروح كورس ساعتين تلاتة. وتعف ما هو هانت صاحبك. وبعدين ترجع اخضع من يوم الخمس ساعة. لما انت لو قعد ممكن تتفرج. بس هو عيوبه بقى الانتر اكشن. لكو في كوميليكيشن. بالزبط. هي دي مشكلة خطيرة. لاني انا برضو شايف ان حتت انا لما خدت الانبي ايه. قالوا لنا في الاكاديمية ده. ان انت ما تدورش ان انت بس متل تعلم بس خلال بالك انت الانبي ايه في هديتها حاجة. انت في كوميونيتي صوية. الكميونيتي ده معاك واحد سيدري واحد من الهندسة واحد زببيش. انا ده الدول كان موجودين بالفعل معي. واحد من كميليات اداب. وكل واحد فيهم في شغلان اشان. اللي شغل في شركة كان اللي شغل في شركة مش عارف ادوية. اللي شغل في الجيش. اللي شغل في الشرطة. فبتبدأ تخلق علاقات. وهم كانوا دايما بتشجعونا على ده. يا جماعة الانبي ايه? ان انت مش بس بتدرس. انت لا بتعمل كمان علاقات مع ناس تانية. وتبدأ تشوف مهارات عند ناس تانية. وفرص تانية. اصلا فيه ناس كانت معانا في تانية في الانبي ايه? ناس عملت بزنس مع بعض. لان كل واحد فيهم لقى الحاجة اللي كانت ناصاها. انا اعرف دي. انت معاك ده. انا معايا فروس. اه طب يلا بينا نعمل بزنس عاملوا بزنس مع بعض. هي دي. ما ايه دي البروزيكس اللي اعمل ناخدها في الانبي ايه اصلا? بس. ما هو ده بقى لو اونلاين. ده اللي انا حضرت في الانبي ايه. اه. احسن انت كانت وقت الكوفيد. كانت وقت الكوفيد. لأ كانت معاناة. لما انا كان بالنسبة لي لا انا جيت فترة وقلت لأ يا رب نرجع تاني نحضر. لان انا انت مبسول جدا. اه حالو انت حضر. قاعد وبعدين تطلع برة مع اصحابك. مش عافية تتكلمه تدردشه. اكيد هتخرج برة من الطاقة. الناس اللي انت عايش معه. كاصحابك. كبتعال كوميونيتي مختلف عنه. تتعلم منه مهارات وخبرات. دي مهمة جدا. دي بقى مشروع قدر سوى ببقى. دي مش اه. دي دي من العيوب الخطيرة فيه. وعيبه على فاكرة لا يستهان بيها. بس انت شافي جيباته اكتر. اه طبعا. طبعا. ان النهاردة سهل عليك كتير جدا. وعشان كده. هو زي ما سهل عليك كتير جدا. زي ما صعب عليك. الناس اللي دول مش لقين فرص. لان انت فيه الاب غيرك قاعدين بيعلموا نفسهم يوميا. الناس برضو مش عضيتها. ما هو الناس قاعدة في البيت كل واحد لازم يكتسب مهارة. غير المهارات اللي عنده عشان يدور على الشغلانة تانية غير الشغلانة بتاعته لان الشغلانة الواحدة دلوقتي. غير كافي. ام. انت فهلا? طيب الارتيفيشل انتليجنس اولي ايه. شايف خطورته زي الاول على المشاريع بشكل عام? وعلى فرصة العمل بتاعته. انا شايف نهايته بعد تلاتين اربعين سنة انه هيضمر البشاريع. انا حاسس كده والله. زي الافلام. اه انا شايف كده. الا ازا حصل من الناس انه هم يعملوا على الموضوع ده. وده ده على فكرة. اه. يعني مش عارف خضر ده كمتابعة والله بس في امريكا في اه هيئة الكتاب والشعرات. مزبوط. دول نزلوا عملوا مظاهرات ممتنعين على الكتابة عاملين اضرب لمدة شعرين هون دلوقتي. كمام. عشان مش مدينهم حقوقهم في حتة انه هو ممكن الماتيريا او كنت رمه مقال فيهم ايه هو يغدوا يذكروا فيطلع فيلم يقلف فيلم مزبوط. يقلف شعر. طب الحاجات دي طوى تعلمها من الماتيريا بتاعتهم. مزبوط. فهم دهوقتي عاملين اضرب ويطلبوا انهما يمنعوا ايه ايه في اي فيلم او اي اعمل. هو اصلا كيرن استكمالا لكلامك. اليوم بقى كارثة بحاجات كتيرة. النهاردة مثلا انت اريد ما تيجي تقول للطالب عاستكتواني. انت اقول له النهاردة راح اعمل بروشيكت فلاني بس. اه. ما هو ممتنى بمساطة وهو ممكن يفشل ايه ايه حاجة زي شتة جنيتين. ويقول له انا عايز والله يتتكلمني عن موضوع. انا مش هاجد بانا استكدمت بالزبط. انا مش عاجل. وبعدين بيطلع لك مفيش نسبة تطابق خالص غير قليلة جدا. انت لو نفس الكمبيوتر تاري جنبك. بزبط. بزبط. فانت نوضع. هتقدر تحكم على الناس دي ازاي. غير بالاستخدام التاني بتاع الناس. انت ممكن انت عمل بيه مصايب سعودة. يعني انت ممكن انت عمل بيه مصايب سعودة. تركيب سعود تركيب سورة. انت ممكن يجيب سورة اغاني اللي بيغني. شفت اغاني شفت اه اه عمرو ديك بالتاريب بيغني اغاني لعبد الحلم حافز اوه. او عبد الحلم حافز بيغني لعمرو ديها بحاجة زي كده كارسية يعني. لا طب. وعملين شعبان عبد الراحيم بيغني اغاني كارتوه وحاجات. اه يوم هي دي عيون. ليه مميزات اه ليه مميزات طبعا. يعني ما نقدرش تنك ان هو ليه مميزات وحيسهل عناس كتير. بس هو تدريجيا. لو انت بستزم اقول لك بعد عشر خمس واش سنة هتلاقي ان لو لو ما حسدش استخدام الموضوع ده صح هتلاقي العقل البشري لازم هيبدأ يقنل معدلات زكاء. ومعدلات البحث. تماما كان عمرك مع تتكرن بالآباء. طبعا. النهاردة ما هتطالب بمتبسط الخش هتطلع هعمل الريسرش ده. هعمل البروجيك ده. كل حاجة هو بيعمل هالك. اي حاجة انت النهاردة عايزك هو هيعمل هالك. طب انا هفكر حابها مدخل بيانات. بس مش هكتر. انا هنقدرك وهو يعمل كل حاجة. اقول لك على حاجة بها مرعيبة يا با انت مجرب تورجي. استحليك تجرب اقول ما تروح. ماشي يا ري. اه في حاجة سيشات جي بي تي اسمه شاب بي دي اف. وده شغيل عندنا في ناصر. بي دي اف اعم. شاب بي دي اف. اكتبه كده على جوجل بس. تمام. اي ورق من عملك بي دي اف. تمام. من ورق. خش كده اعمل له ابنود عني. اقول لك ابنود. يحاول. يحاول اوورد. يا ري. اما ريه? اقول له اشرحولي. يعمل له صوت وبتاعه. لا مش صوت بس يشرحولك كتابك. يبدأ يشرح لك كتابك وزي وزي. وهيعرف ان احماد اشرف اللي كتب الورد. بجد اولا. انا عملته فرق. حط مرقوب جربته بكزا حاجة. مرقوب. مرقوب. طب يعرف من اين? هو بياخد الحاجة اللي كده يعمل لك عشرة سوايلة مثلا. تمام. ويشرح لك يعني مسلا قل له قل له مش فاهم حتة دي. مم. هيربط بقى دي مع جوجل مع الحاجة مع معهمة داخل اه منطلوتين ببعض. اه. ايه بدي لك يقول لك ان هو انت بتشرح ايه? وشابتر ايه? والكتاب من اين? حاجة روح كلها طبعا. نعم. يعني انا شطيت على رأيه مسلا كده. انا اعترف ان في مهن وده بالفعل. وده مش كلام انا. كلام ناس كتير. في مهن والريد دي لسه هتختفي. لازم لا المهن التقليدية. عشان كده انا مرة كنت بكلم مع حد قريب جدا. ومن آآ قريب. ابنه لسه من خلاص سنوية عامة السنة الفاتحة كان يسألني يدير خش قبل ايه? برضو لقيت الكلام في الناس. انا جمعين زي في عيدة وحاجة سجابة. عادين برضو كلهم بيتكلمين بحاجة واحدة. كليات القمة. سيدة هندسة. مش عافية. يا جماعة الكلام ده على عين وراس من المنز دي على عين وراس من فوق. بس هو احنا ليه? ما بنفكرش من اخرهم برا الكلام. انا انا حتى اويت لهم انا بنتقارية مقامة كده واحد يقول من صفرات القدر ان برضو الكليات بتاعت الارتفيش الانتليجنس اللي هي بدأت تظهر في مصر والدقاء. انا نزوي الحاجات اللي هي متخصصة اكتر بقى في الموضوع والكلام ده كله. الكلية دي اللي اقبال عليها ما زال ضعيف. وما زالت الناس برضو لسه بيتبحث عن الكلية التقليدية. واخد بالك. انا يا بقى تقول التجارة. مش عارف ايه? ما هو. خلي بالك. انت ما تبصش لابنك ديوقتي. انت بص رجنك بعد خمس ستة عشر سنين. انت النهاردة عاد بتطلع ناس تقليدين. انا ما بقيتش ان انا استغمى عنهم. بس انت لازم تطلع. لو انت عايز تطلع ابنك حاجة مختلفة. فكر له في حاجة من دول. من الحاجات اللي مختلفة دي. لان في فعلا بعد خمس سنين من دلوقتي حتلاقي مهن اختفق تماما. وبدأت تظهر مهن تانية مكاوساتها اللي هي خاصة بالكمبيوتر والارتفيشال انتليجنس في الكلام دا. فاللي مش هيقدر ايواية كبال عصر ده. ده هيبقى اوت في ماركت. حتيب انت هو واحد عادي بقى. عادي من الالاف العديد الموجودة. عبش ان تبقى هو مميز بحاجان. وده عشان كده انا بشجع ناس كتير حتى والله تاخد الكلام ده. يعني يخشوا في المجال ده بشكل كبير يعني. طب انت شايف من رأيك بشكل عام ازاي نطور التعليم في مصر. صحيح التعليم اللي هو جماعة او مقابل الجماعة. والله بس خلينا نتكنم ان التعليم عندنا هناك مصر اه اه انا معرفش قبل الجماعة ايه اللي بيحصل فيه. يعني انا عارف ان فيه تطوير بيحصل من تحت. بس اكيد بتشوف من عيالك يعني وبتشوف الدنيا مش ازاي. بس اه لان انا شايفو ان هو يعني اقول ايه انا يعني اقدر ان انا بفضل ربنا لحقت شوية برغبنا ان كنت مدارسة حكومية عادية. بس لحقت شوية من التعليم الجايد اللي كان معنا. يعني انا شايف ان انا في المدارس والعاجة دي كان الالتزان. ان الالتزان. ان ارضا معلاش ان انا سامعو ان المدارس والحاجات دي اتوان. ان ما فيش فيها حدول بس. كله بيعتمد عن كورسات او دروس بروا او بتاع. فيش فيها حدوله. فالتنامه وفيش حدول صلاصة. ان انا شايف ان اللي اهتمام بالتعليم يبدأ بالله اهتمام بالمدرس. انت لازم تخلي المدرسة وسبب عمارة ولازم تديره دروس كويسة جدا. مرتب كويس. مرتب كويس. وتديره تعليم جيد. وتديره مهارات. وتبدل تطور فيه. وتعمل منظومة كاملة. ان انت تكنترول عليه بشكل كبير. ان لو هو ده صلح. خلاص. وانت على فكرة انت حتى متشوف الكلام ده. في الكليات حتى كمان. العرضة فيه مواد. الناس يقول لك لا احنا انا رخص المرة دي انا بحترق ومستمتع جدا. وفاهم قويس جدا. وده كويس. على فكرة ما انت لو درقته والتجربة دي. هتنجح جدا. وكمان بقى انا ان انا شايفه كمان ان اه في الكليات بالذات. نحن نجد المدقب على قد من الواقع. انه افتباط الواقع العمري. لان كل ان ده انا شفتهم وتخرجوا من الكلية واشتغلوا. قالوا لي احنا مفيش اي حاجة درسناها في الكليات. من الواقع. غير background خفيف بس من بعيد. نحاول نربط الناس على الوظائف. نشوف تيه الوظائف المتاحة. ونبدأ نصيغ مناهي نجعلها بوظائف دي. ان كفاية مناهي دي. مش هدي منهج كده وتخلاص. وانت بقى تطلع. يطلع لك. تشوف اين سبق كون ان انت درسته في كل هي. تعال بقى انا هاعلمك. انا عندي مشكلتين كبار ان انت اول مشكلة ان انت بتجيب ساعة منهج قديم قوي. وعفى عليه الزمن. بيسموه غبزل كده. اه. ويهمة تجيب منهج ان انا كشخص مألفه. عشان بس اوضل منهج ان انا بقى فاشرحه. بزرق. 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 وهم انت شوية علاقة ببقى اي حاجة اصلا في الدول. بزرق. دول اكتر مشكلتين بشوفهم. او كم كبير ونحشي. وحاجات انت مثل تتكرر تتكرر. يعني في حاجات ممكن يدرسها في المادة دي. ويدرسها في المادة او الدرسها في المادة. يعني اولا انا كنت بتشرع في حطة الور. في حط بتاعت البروداكشن. نعمل نضغط. اه نعمل. كراشنج. ده انا ندرستك كتير اول. اه. اه. انا بتدرسها كتير. واختنا في كل مواد. اكل مواد ايه. وخلاص عارفيه ديه. عايزيني نخرب بقى برا. والما خرجنا تستفائي كلمة مطاطة. عايما كده. يعني عايزين نتطور الحاجات دي شوية في ساعات مناك بشوفها المناك بتلاقي الكتاب مثلا معمولة فلو ست. اه اه اه. تعافل فلو ست دي يعني كم ست? ايوه ايوه عشرين ست. بص هو مش هيحسن اه وخلينا برضو ان اه هترك بحاجة. ان انت عشان تطور التقليل يبقى لازم تطور الكونسيبت بتاعت الناس. المنتالي بتاعت الناس. منترك بقى العباية السنوية العامة. والكلام بقى مش ممكن. الموضوع ده رازم تشوف له حل. وهو الموضوع ده انا شايف انا عشان تقضي عليه وتغير السلوك والكونسلت بتاعت الناس وتفكير الناس. نبدأ من تحت. ايوه طبعا. من تحت خالص. من ابتدائي. تبدأ من ابتدائي. وبعدين على الفكرة عزين نخلص بقى من حكاية الشهادة الجامعية. او على فكرة انت مش شرط شهادة جماعة. انت ممكن تبقى راجل. اه اه خريج اه. مع عدفان اصناعي تجاري. الحاجات دي كلها. ما احنا محتاجين لحاجات دي على فكرة. احنا من حاجات دي لما خفتت. احنا بقى عندنا مشكلة خطرة جدا. وانتو كانوا نسبات تضمين الاقتصاد. انت زراعة اقلت. الصناعة اقلت. عشان انت دخلت في واحد الشهادة الجامعية. الشهادة الجامعية. ما هو ماشي. انا عقد بطلع ناس كتيرة. الاف. ما هو مش بالكم. ما هو بالكيف. ما هو بالزبط. انا الكيف الناس دي ايه? ما هي دي الفكرة. مع انت النهاردة لما تيجي الدولة تقول انا عايزة اخد اه اه تقريبا تلاتين الف واحد. وحضربهم عشان يبقوا فيه لانسين وادلهم كورسات عشان يقدر يشتغلوا برة ويجيبوا دولارات تخش وسلا البلد وغيره. وبعد كده يعملوا افتبارات ويطلع ان النجح في النيلة دي كنت مية واحداشر واحد بس. على مستوى الجامعة. مش عارف كم واحد لتقدم تسعين الف واحد. اني نجح مية واحداشر واحد محتاجين. اني بفع عشرة او انشان في عشرين او تلاتين الف واحد. اني نجح مية واحداشر واحد بس هما اللي اجتازوا اللي اختبرتهم وهم دول اللي يصلحوا. دي جودة التعليم هي عين على كتب. اقول فكرة ان هما متخرجين من كلات انا انت ما عادش انا نتخرج بخلاص. ما احنا عادين من نخرج خلاص. ونجي بعد كده عزين وزائح. انا وزائح هتكفي الكملة. وانت نتخرج الاف وملايين. لا لازم نجد بقى واخترف. لازم نجد موضوع الاهتمام بالتعليم الصناعي والتعليم التجاري والتعليم الصراعي. لازم نرجع الاهتمام دي تاني. بصائد بقى اه مجالات مختلفة ان احنا نبدأ نفتح فيها غير الكمليات التقليدية. انا شاف كده. انا بالنسبة لي برضو ان ام النقطة انت قلتها. النقطة ان احنا نهتم بالمدرس. الجامعة المعاطنة من الصحبة محمد علي الناضر في الحمد عليك بني درسناها. اول حاجة عمل اه تمام بالمدرس. بص اعط. كلنا شافين دوقتي ناضط السعودية. السعودية لو دورت ازاي اه هم بيطورون نفسهم بلك. هم في الفيلة وخمستاشر بعت وعدد كبير جدا من الناس في السعودية تتعلم برا. ويجوا يقلوا خبراتهم للاجيانة الموجودة بعد كده. تمام. فانت تهتمل بالاصل المدرس هو. بس المدرس. خرجوا مع الساد برا. ياخد تعليم ويجي. ونستعيد من خبرات من برا تيجي تساعدنا ان احنا نجني. المدرس. مسألة حاجة ان انت هتدينه المرتب اللي عايشها حياة. بالضبط. كريم. علشان خاطر يبقاش عايز يخلص عشان يطلعين دي حاجات برا. ويحب الشغلان اللي هو اللي هو دي. بس زي فيها المجهود بالضبط. بالضبط. ايه ده الحال دي. احسلك بقى سوال اه. يعني ده هيجنيني الصراحة. مش هجنين الواحدة وايجنين الناس كتير. ازاي بتحافز على سبباتك في الشغل طول الفترة دي. يعني حضرتك سنيا يعتبر اكبر اللي موجودين في المجال يعني. ومش الله يعني. الشباب موجود وراح الشباب موجودة زي عمر دياب. الله خليه. فازاي بتحافز ان انت دايما تبقى ابديتد. تبقى انت موجود في الجيل بتاعة تتعامل مع العجال لغما ان عيوب الشغلان دي ان انت ساعد بتحس ان انت حصل الفرق كبير جاب كبيرة كده بينك وبن الجيل اللي انت بتدرسله. مش عارف هو الموضوع كله ايما حوالي حاجة واحدة بس. ده اللي انا شايف ان هو آآ بخلين غادرتي قادرة ان انا حافز على المكان اللي انا فيه. ان انت تقدر تتكيف مع العناصر او العوامل الخارجية اللي موجود. ايه موضوع التكيف بس. يعني ايه موضوع التكيف? يعني ان عارضة ممكن جدا في كتيرها بقت قابلك خارج عن ارادتك ممكن بنيو وليلة تلاقي لفسك. وده على فكرة حصل معي في الفين وحدودوش. حصل تغيب في اللايحة. وموضوع دي تشارت ولاقيت نفسي فجأة كده ومعنديش اي حاجة. طب انا ممكن كنت اعمل ايه اقول خلاص والله يا جماعنا كده اقول في ماركت والشعبان دي بالنسبة لي انتهت وابح ادور على الحاجة كده. لك انا قلت لأ طبعا انا اليوم ده حاجة انا ما اعصرتش فيها. دي من عند ربنا. جالك انا عند ربنا كده. اللي قررت ان اتغير مناعج وتغير آآ لايحة وتغير مواند. طب اعمل ليه? لأ طبعا انا لازم اشوف مواند ديلي. طب انا عايز عشان شوف مواند دي ده. لسه حبدأ من اول ونديد. كده كان باقي انا في عشر كان بقى لي كده تقريبا عشر سنين. فاتخين بعد عشر سنين انت بتقول لا انا لسه حبدأ من الصفر تاني هدور على مواد تانية تقدر ازاكرة من اول ونديد وحضرها من اول ونديد عشان ابدأ اشلحها. انت فهم? ده اللي انا قدرت اعمالي. غير بقى العناصر التانية انت عارف بقى. فلان وعندان واتفاقات ودنيا وتحضيرات. لازم بقى انت تقدر تتكيف مع الناس. تتكيف مع الوضع اللي انت فيه. وتبقى النا. حتة التكيف دي مهمة جدا على فكرة. لان انت ممكن معاول تشوف فيه ناس تقول لك ايه? ان انت حصل لك تشوف كده. فتوقف تقول لا انا لازم احلان. ايه مش هتحل. مالهاش حل يا فلاصة. انت رست بقى زكي. انه لو فضلت تعند. ومش داخل في التصلي. قد ان خلصت نفسي. او تبقى. اعمل ايه? الحل بقى ان انا يا اما احاول اوصل لأفضل حل ليا اتكيف مع. انا شايف بالنسباتي هي دي. وحتة بقى برضو ان انت تبقى مع الناس بشكل كبير يعني. طبعا انا مش حادر اقول لك ان انا وصل لده مية في المية. بحكم طبعا الفرق السمن المينيوم بمكتابة دلوقتي يعني. اه بس على قد ما بقدر بحاول اوصل لده. ان انت تبقى وعلى فكرة ده بيبقى. مكنت بس اقول لك انت بتقصد في اللبسك والحاجات دي. اه طبعا. في اللبس اه في ان انت تكوب على يعني انا بالنسباني مسلا من مواقع التواصل اللي تماما دي كلها زي الفيسبوك ده. انا لو سألتيني شخصيا انا بكره. بكرهه جدا. واتمنى في يوم من الايام. يعني اتمنى النهار ده قبل بكرة ان انا اقفل. والله العظيم فلت او اخلص من الهيدك ده. بس انا عارف ان ده جزء من شغلي. انا اواخد على فكرة فيسبوك شغل مية في المية بحث. يمكن حتى اطلع ازا لما برزلتش اي حاجات شخصية. لا انا. انا على قد ما ايه هو فاتح ده? عشان خاطر اتواصل مع طلب التوعي. عشان خاطر اعرف ايه المستجددات اللي موجودة في السوق حاليا. يعني انا عرضه بالنسبة لي شغل. عشان انا حاسد ان انا لو قفلت حاجة زي كده اخش القصة تانية خارص مختلفة يعني. وخالباك انا بتعلم منه. يعني انت برضو انا انا زمالي بقى ان هما دخلوا كارير تاني خلاص ان الشغالين في البنوت او 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 او. لما بعض اتكلم معهم بحسون ان هما بعاد جدا عن القصة. عشان دخلوا كونفور زوم. بس. هو بقى خلاص انت عاد مع ناس في نفس السنة. اه في اواخر التلاتينات في اول الاربعينات عادين مع بعض بتتكلم و هتتكلموا في حاجات هي الاهتمام بتاعتهم. انا النهاردة لا انا بقدر اوصل ابعارف الناس الزغارة دي بتتكلم في ايه. لان انا بقعد معهم عطر اكتر من بعض مع ولادي الوراة. فعارف هم هم يفكروا في ايه. وبعدين بتعلم على فكرة. قد لسه اقول لك اه. اه. يعني. مانديش مشكلة. ايه راكفل ماكول اللي بتقول لك ان الجيل اللي طلع ده جيل بايز جيل فاسك. العكس. جيل ما اتعلمش منه. لا 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 خالص والله. لا لا. انا شايف انه والله لا. كل ما اقول خليب لك. دي كلمة بتتقال على كل جيل. فلسه اقولك. ايه. يعني جلنا كان علينا بجوله عليه كده. وعلينا كان نجدوده بجوله عليه وكده. فده امر طبيعي لا لا. عدم تقبل التغيير. ايه. ايه. عدم تقبل التغيير. ده تغيير يا جماعة. النازم من الناس تقدر. يعني مسلا النهار ده. انا رجل تربيت على اغاني عمر دياب. وشام عباس. وفام. وحميد الشعاري. حميد الشعاري طبعا. ده بالنسبة لي كم نجموم الجيل بتاعي. ويعاب توفيه وكده. محمد فويده. النهار ده مسلا الولادي يبقاودي بسمعه بقى مش عارف ويكز وحاجات حاجات اه. حاجات الراب. اه. حاجات دي. اما انا في الاول مش مستصيغي الاغاني دي او ام المحبار. بعد كده لما اما مركبوا على العربية وفدروا الشعاروها. اه طلب برضو نفس الكلام ليهت لهم اهتبامة تانية وكلام تاني وبيكلموا في حاجات زي كده. فبدأت ان انا اسمع حاجات. طب الله حاجات دي مش وحشة. كمان? هي في الاول تحسها ايه يا عمي انا بسمعه ده? مختلف تمام. فتلازل في الاول اول ما هتعمل كده هتنطق. حبيته خلاص? اه حبيت. تصريح دكتور حمد اشرف. لا حبيت. حبيته والله بجد. يعني انا ما قدش بحبه في الاول لانه هو بالنسبة لحاجة غريبة. معه ده بقى النوعين من الناس. في واحد حيفضل ينتخد وفي ناس هو ده ركب دماغ وفي كده. واحد هتكيف مع الوضع حيات. هي المشكلة في ايه? بصرف فينا ورجعنا. هي التكايف. التكايف. اه تخبر. انت عارض حاجاتك اكيد طبعا اخبتها في الام بي ايه دي في المانجمنت فيزيس وفي تشينج. ايه. 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 فاكر في الام بي ايه دي قالك دايما ان انت لما تجي تعمل حاجة جديدة في الشركة اكتر مشكلة الايه. العيس تطبق اي ار بي جديد. اكتر مشكلة على تواجهك. بتوعك. بتوعك. بالزبط. هي بقى الزيت تكايف مع الوضع. بس. هي. هي ده اللي انت رسم. بصراحة انا دي كتر حاجة بجد ما مبهر بيها في حضرتك. الله يخبر. الله العظيم. الله يخبر. يعني بحس دايما ان بعد اتكلم معك. ما حسش ان انا ما كسلا بتكلم مع حد فيه فرق سن كبير. لا احنا ممكن ننزل نقعد على القهوة. ايش تا نتكلم. واحنا جايين في العربية. اكون عاديم نهزر ونهزر ونفرج على اليوتيوب. على اليوتيوب. واعرف حاجات يوتيوبر. ايه. ايه. ده يعني. ده حاجة كويسة جدا. ربنا اخد ايه. طيب ايه اكتر اه موقف مش هتنساه حصلك في الشغل. بص اكتر موقف حصلي في الشغل. كان موقف قريب جدا. كان يوم جمعة الغضب. تمانية وعشرين. يناير. يناير الفين وعوداشر. انا كان عندي مراجعة اه اه في القاعة اه اللي هي في براميه على البحر. تمام? المشكلة ان زمان في الفين وعند واشرق ما كانش الفيسبوك اوي اهتمام الناس به. في الباكة الفيسبوك والحاجات دي ناس بدأت تنبيه بعد الصورة. انه هو كان بدأت صورة. انا كنت موجود على الفيسبوك من 2009 فانا عارف الباطرة دي كويس. ايه. بالزبط. ايه. كنا لو حدنا كنت بنزل اه بوست وانا اللي بعمل لايك وانا بكتب كومنت. ما مفيش حد كان موجود عليه. فعلا انا اه فعلا. المهم فكان التواصل طريقة التواصل مع الطالبة هي التليفون. فهو كان المتعارف عليه ان الطالب بيخلص الانتحانة عايز يعرف مكان اللي هيافت في المراجعة فبيتصم بي او بالسكرتيرا عشان خاطر يعرف المكان فين ويجي. واحنا قدنا نجي المراجعة بتاعتنا في ثلاث اماكن يعني معروفية. نادي الفتح. اه نادي الفتح ومش اعرف ايه والحاجات دي بلها ممكن نادي الفتحة ده حدث شوية بل. اموان فانا صحيت الصبح اه بقى فوجيت الحاجة الرباوية بيتصم بالناس عشان اهكنهم عشان اقولهم حضرتوا الورق وصورتوا وخلصتوا التجهيزات. مفيش اه والتليفون ما بيتصمش. والت الشبكة واحدة عن. بتاع عن الوالد انا. راتخط التليفون بتاعه. اه ده اليوم اللي قطع فين اتصاله. اه ده اللي قطع فين اتصاله. هادي المشكلة. والنت تتقطع كمان. كل حاجة اتقطعت. ما هي بقى انا مش عارف او صن الناس دي. فاكتشفت ان هم قطعوا الانصالات على الانصال كل ما. طيب. انا عندي مشكلة دلوقتي انا مش عارف او صلتين. فوقع الحل ايه ان انا انبس وانزل واروح اشوف بنفسي. والفعلا بس ونزلت. المشكلة بقى الانبوري. والكارسة الاعظم. ان الناس كانت مفروض عندها اجزان هيخلصوا الامتحان ده. وهيطلعوا يتصلوا فين المراجعة? فهو طبعا هيتصل. مفيش انتصالة. طب فين المراجعة هيوصل. طب وكان فيه يوم تمانية وعشرين الصبح كان فيه امتحان ومشوهم بدري. عشان ياخلوا المجمع. خلصوا الامتحان. اه في اللعب مفيش خلصوا. اولا امتحكم من تسعة الى احداشر ودخلوا الساعة لهم يلا يمشي. طبعا السنة دي كله عدى. اه بالزل. خلالهم يمشي يمشي احنا لازم ناخد المجمع ده بات. وهم خلصوا. وهمش عارفين مكان المراجعة فيه. فاهم ومش عارفين وصلوا زي. فانا عملت ايه. رح تجيب للناس بس اتقل معي وانترهم احنا بنيتي في ثلاث اماكن وهم الطالب عارفين. انت هتروح المكان فيه. انت هتروح المكان فيه. وانا هستنى هنا. خلاص? وبدأت الناس تتجمع. تمام? قدرنا نوصل للعدد اللي قدرنا. وفيه طبعا ما عارفيتش الطالبة توصل لحاجة. رحوا نجيهم روحي. انا عزو لك بس نقطة كده على جنب. انا ما كنتش عارف ايه بيحصل. يعني كنت عارف ان في مزاهرات على خفيف كده خمسة اشياء. بس كنتش متابعة انت عارف بقى دومت الشغل والمراجعات انت بتبقى منعازل حرفيا. اسبوع الامتحانات او شار الامتحانات. والله العظيم ما كنت عارف فيه ايه. ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل ولا جمعة غضب ولا كنت عارف ايه اللي بيحصل ولا. انا عارف ان فيه قلق بس مش لدرجة انهم هي ضغلت صلات. ما كنتش مش عارف اعمل ايه انا ايه اللي بيتقلب ده احنا هنتاخد كلين اللي يتأضغط عليه. ادخلت المراجعة وقعدت اشتجلت مع شوية الطلبة كان موجودين. بدأ انا تقريبا عبد الملمين والطلبة كده من هنا ساعة اثنين تلاتة الدور. خلاص? كل شوية الاقي اولياء امور جايين ياخدوا الطلبة. طلبة. ياخدوا ابنه يشاور له يمشي. فسألت في قليل دي دي وانا عبره. قلت ايه اللي حصل يعني. انا ما عارفش على جوا القاع انا ما عارفش ايه اللي حصل. قال لي ري ما تطلع هتشوف. والله العظيم تلاتة اخسن بالله. انا متخلص ساعة سبعة. طالع من العين بدقا عبره لبقين دبابات نشي على البحر. الدبابات. كان الجيش نزل. اه كان الجيش نزل. ودبابات نشيه. مشي على بحر. وكتładaل ربي اللي حصل. وعربات مولاعة. وانا مش حافي ايه. وطبعا في مجموعة من الطالب عاقفين وما حد شارف نوصل لأهليه. فكان فيه دوة كده كده زي تريفون ارضي. قلتونوا كل واحد يخوش التواصل بأهلو ييجي ياخدوه. انا مش هاخدأ اي حد فيه في التاويل ده لما يجي اهلو ياخدوه عشان نضمن الموضوع ده. بس هو دي كانت بالنسبة لنا كان مضحك جدا وما حدش كان حارف ايه اللي حيحسن. وعايز اقول لك ان تاني يوم عم فرض يوم ده فرض حظر التجول بالليل. وكان يتفاجه ساست الصبح. تاني يوم كان فيه البرتو مراجعة. ورحت. وجي بتاع عشرين طوارب كده ودخلنا. متحانة تلغت بقى وقتها. متحانة تلغت. واحنا شهارين في تاني يوم اروا المتحانة تلغة وتأجل الانترمت. انتعارف اخويا وقتها كان تقريبا في ساتة ابتدائي حاجة كده. اه. فكان عنده رحلة في المدرسة. اه. اه. انتعارف ابتدائي دول بيحبوا الرحلات وبتاعه. فكان قاعد بيحضر الرحلة دي مثلا قبل. كان يوم تواني عشرين يناير الرحلة. اه. بيحضر لها قبل ايه باسبوع. اه. واحنا واحنا يوم سبعة عشرين بالليل عمنا نقول له ابني هتلغي. اكيد هتلغي. اللي عارفين بقى مزاهرات وتفرج على التلفزيون وبتاعه. وهو مصمم. الصبح محضر الشنطة بتاعته ومصمم ينزل. ونزل راح قال له مفيش رحلة. مفيش رحلة عادي والله. اهو كان مصمم. كان وقتها وكانتش حد مستوعب اللي كان بيحصل. اه كانش عارف لعبه. وكانش متوقعين ينضل لها يا سامسرة. وعدنا شواء رجلة وحدش عارف اي حاجة. يعني. اعدت. اه في عجالة كده. بيه اكتر نوع طالب انت بتحبه اكتر نوع طالب بتكره. احنا معانا طبعا. انا منورة زيوم منورة ايدي. والله بس اه 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 انا بالنسبة لي اكتر مفيش طالب اكرهه بس انا بكره حاجة واحدة بس. الازعاج. يعني ما يبعد بيتنطط جوه يعني. بيتكلم مع الجنبه. حتى انا بيتكلم بسوطاتي مش مش كلم. انما بيتكلم يزهر ضحك يفضل يحدف عليه مش عارف ايه. يعمل لي قلق. ده بيخريه من بره تركيز. طب انا كنت بعمل قلق اللي هاريك. لا. هو بس بصراحة. انت بس كنت مشكلتك الجداد. اه. ما بعرضش عصيك. اه. تبدأ انت. تبين معي في حاجات كتيرة يا دي مشكلتك اه. طبعا. اكتر نوع بتحبه. اكتر نوع بتحبه ان هو بيبقى في حالة. في طلبة كده. ان هو نصف بيتنا زيان. ليه جاي قبل معادي البورس. وخالباك بلد من دولنا حاجات الناس انا بكراها. معادي الكورس نيجي متأخر. الموضوع ده بيعصنني او. لما اللي تليه قط وانجاي في معادي الكورس ايه. نستوى صفات حيط الباب ده بالنسبة لنا. اه. انا بقول لما اشتغلت الشغل. اه. اه. اعرفت. افهميت انا اللي باجي متأخر. اه. 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 لا دي يجي بدري ويقعد اه مع نفسه كده تمام وفلاصل. هي دي فكرة. لكن اه. يسأل بقى كتير ما عنديش قد مشكلة. حتى لو بيهزر وانا مسلا ما نفتح يا مجال الهزاء ويهزر ما عنديش قد مشكلة. وعلى فكرة حتى لو فلتت منه كلمة زيادة مثلا. متعديها. متعديها. متعديها ومتفرش معي خالص والله الحاجات دي. انا بس مشكلتي فاني بيعمل دوشة وعمل لي عامل فيها بقى ايه. اه. وعندي مشكلة اللي بيبقى شايف نفسه زيادة اللي هو انا بحاب لنا اه. اه بزرق. اه وازهر قدام الناس. اه. مشكلة خطيرة جدا اه. طيب اه قلتلي قبل ما نسجل ان كان فيه اه ناس مشهير طلعوا من تحت ايد حضرتك. اه مش كبير. اه ازاي مش كدير. اه. قلتلي مفاجأة بالنسباتي. اه. حمزة نمر. اه. حمزة نمر كان كان بياخد معاك قوز. اه كان اعتقد هو حمزة خريج اه تجرى انجلش سبباش اعتقد الفين واربعة. واخوه كان انبر منه في سنة برد. حمزة كان بياخد معاك كان معاك تغريبة مع ربيزة. اه. اه. فانت حب تعريبة. قلت انا بقى راجب منه جدا في الصن يعني حب ان اعدي بعض تعريبة يعني. فانت حسين. اه ما كانش بقى اه 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 استاذ ده احنا كنا اصحاب اصلا يعني. فكان بياخد معاك كورس وابقى كان بيحب ان الموسيقى او الحاجات دي قملاها يعني ايه. قموا بتقريبا بيع معاك ده. الجتار بيعزف. بيعزف عليه وبتاعه مشاركوه وكان نفسه يبايا حاجة كويس اوه. وفمرة وانا بتفرج عالتليفزيوه وانا حاس ان ان الشخص ده اعرف كويس اوه. انا طبعا انا اسمه كويس جدا نحو مزاني مره ومشبه ومعروض. بس انا حاس ان الشخص ده او اسكوك. شعرف شاكوه يعني. حاس ان اوه عرف كنون في انتريفزيوه يعني. فانا عاد كده قلت انا عارف الشخص ده. ايه طبعا انا حمزة نامرة وبتاع مشاركوه. عارف? فلاش باك باك. اه راجع كل اه بالزبط اه. انا حمزة اكمل الاس المشاير يعني. وفي حد تاني بس اعمش فكر اسمه. عايزين نجيط حياتنا الحمزة نامرة. اه. ان شاء الله يبقى يشوف الفيديو. ان شاء الله. اه. راجل محترم جدا. راجل محترم وبتقدم فن نراكي وفن محترم محبه جدا. اه. فن نراكي فعلا. اه. اه بالزلط يا. بس اه. مين تاني? اه تقريبا كان في حد برضو. انا سمعت بس انا مش فكر اسمه. قال لي ان هو كان بيعود يقلف اغاني. وتقريبا اتعاون مع عمر دياب في. حمد عبيع. انا مش اسمه. لا 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 ما بحد قديم بتاع. كان بيقلفها بس مش فكر وامين يعني. وبرضو سمعت ان من زمين اللي بقى بلدهم قالوا يا ده خلاص عده وما شاء الله دلوقتي ما عمر يجيب وبتاعوا بيقلف الورانيو. حاجات زي كده يعني. ايه. فدول بقى الناس مش فهم فيه بقى. عمر يوسف انت انت ست. اه طبعا عمر يوسف اللجمي الكبير ان شاء الله بس ده ده طبعا. اه. صليتش اوار بقى. شايف نفسك فيه بعد خمس سنين. اه صليم بتساول بحال كده. بص انا اتمنى بعد خمس سنين ان شاء الله ده الممكن نصله. انا اه اه اخش في المجال البتاع التدريس ده انا نحبه بس الحاجات ان هي يعني ما اعتقد بس ان الخمس سنين ان انا حابقى في نفس المجال اه انتعل التدريس هو ومعرفش بقى اكيد ان شاء الله بإذن الله لو ربنا ادينا عمر حبداً موجود في المجال الاندر جراديوط بس انا حابقى في البوست جراديوط. هابدأ اخش الشهادات المانية المتخصصة يعني. نفسك تدي سي اف ايه? اه نفس وان شاء الله ان انا احصل عشان ايه وانكن ادخل في قرنجا شوية بس مازال ان لسه فيه وقت يعني ان انا احصل عشان ادي ودرس. على الفكرة اونا حالان اه يعني انا مكمل في كارير التدريس للمرحلة اللي هي قامل التخرج يعني بس انا فعلاً حاسس ان انا رغم ان لسه سن صغير. اه. حاسس ان انا حابقى ادرس للناس من خرجه اكتر. ده حيب اعودة انا شايف كده. انا شايف ان اه اه مرحلة اللي احنا فيها دي دلوقتي الواحد برضو بعد ما بيقعد وقت انا معدتش جايك طبعا عشرين سنة بس. اه. خلاص يعني سعاد بتحس ان انت لأ انا عايز اروح مرحلة جديدة. ما هي ده اللي انا فكر. وده اللي انا ان شاء الله شايف نفسي بعد خمس سنة هاوصول ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت برج ايه يا دوت? برج الدل. برج الدل? اه. طيب. بص كده الكروت دي. لا كروت. كروت دي. اه. ماشي اوكي. دور كده على برج الدل. ايه دابد. وانا عارف ان برج موقعت شواء. اه. برج الدل اعرى. اه اعرى كده. وقل لي ده صح او انا غلط. شخص عبقري. ويستنتع بييجاد افكار جديدة وحليصة ونقطة ضعف الدنيا. صح او غلط? يتعبه ويزيد من تفكيره حتى يعترل انجل فتحه. لا انا مطلق اعترفش ساعة. انا بشكر في نفسه الله. بس انا فاهم. بقى عادة اني بضميري كتير في حاجات كتير. وحتى لو عملت حاجة. ابدل اقول تا ما انا كان ممكن اعمل الحاجة دي احسن من كده. انت فاهم ناصري. فيما يخص موضوع الشهر. يعني. موضوع ضمير ده انا بحب جدا فيه ان انا اندي الحاجة احقاها. وانت يمكن كنت موجود وعارف يعني. اه شخص عبقري لا مش عبقري. لا انا عادي. انا عادي. لا لا مش عبقري. انا عبقري ده انا بعتبر ان عشان يطلق على شخص عبقري لازم يكون بقى عمل حاجة اكتشف حاجة اضاف حاجة للبشرية انا ما عملتش هذا. انا ممكن يكون اضافة الناس في تفكيرهم مساعدتهم. لكن اه ما عناتش حاجة توصلني ان انا عبقري. اه من الصعب ان تتوقع تصرفاته او اللي بيدور في الماجو ولا تستطيع ان كذب وتمم. اه وتنتنق معطبضاتها انفس. لا ده دخلت كده على الفيميل. خلاص احنا خلصنا الميل. اه من نجد. زوديك سيبر هيرو بقى مين? مين اللي تحت اللي تحت. دير ديفل. دير ديفل? اه. مانت ملكش انا قلتلي ملكش في السيبر هيرو زي. ده حد كويس ولا? انا بحب. لا لا هو عشان هو اللي بي لبس احمر كده. يعني ده كويس. ديفل وفهلز كيتشن. انا ديفل. ده شخص صحيح. صحيح. حلوة عمتنا بتفرج عليك. ماشي. واسمه ايه مانج? دير ديفل. كان موجود على ناتفلكس وموجود دلوقتي على ديزني بلاس. طيب. احب احب احبتقول لك. خلاص احب يريد اتفرج عليك. مسلسل حلوة جدا وانو الكاركتر هي اجيبك. اه ماشي. اه يعني الكلام ده اغلبه صح. اه. حقيقة. يعني ندي يقوله شابول هايدي? لا. شابول هايدي وملك. هايدي وملكة يوم اللي عمل. شابول انتاز. طيب. اه. هلو وصلت كل حاجة بتحلم بيها? اه بص انا قدر اقولي الحمد لله ان سبعين تبنيت فنين ام ان انا تمنيت في يوم من ايام وحلمت بيه واسمت بيه. اه اسألة تيتشوار اوي. اه بس انا عارف عارفين. وصلت اه وصلت في حاجة تبطينا ما حلمت بيه. وفي حاجات انا كنت بتبطينا ما حسرتش. بس اه. اه. ازا ادركت ازان انا كان نفسي يمعندي في يوم من ايام كفية كبيرة او او مطعم. انا عارف ان انا عارف فاتعلي المعلومة دي من زمان او. او نفسي. او نفسي معارش نفسي يعني بيعندي كفية او مطعم محترم الشيء في ملكان وراقي. ودي فرق كتيرة جدا. ان شاء الله انا بنعمل. اه ان شاء الله ده اعمل. بس ما عارفش عوصة من ده. جربت تجربة كده ونجحيت شاوي يعني. بس اتمنى في يوم من ايام اللي نوصل. ده دي الحاجة اللي ممكن ما هيعتاش. لكن اها حاجة تانية هيعتها زي عربية معينة جيبتها الحمد لله. يعني زي ان انا اجيب اه اه شاقة في المكان الفيديو الحمد لله ده حقاته. زي ان انا لعبها كزا في الشغلان رخامهم كزا. يعني الحمد لله فضل ربنا. ربنا يعني فضلك برعو عليك. ان شاء الله الكفية. ان شاء الله الكفية عمله في المريم والمطعب. طيب حاجة لو اه راجع بيك الزمن اه عايز تغيرها او اتعملها. بقرب المايك بس شوية. ماشي. حاجة لو راجع بيك الزمن اعملها. اه. او مش هتعملها. او مش هعملها. لا او ما فيش حاجة مش حاجات اعملها يعني الحمد لله انا راضي انا اخدتو كله. ان يمكن حاجة بس اللي انا ممكن اعملها. اه. ان انا اخد الان باي بدر شوية. او اخد شهادات مهنية بدر شوية. عن الموضوع ده. طيب اه. شايف نفسك صديق مثالي انا احمد اشرف يا صاحب احمد اشرف. والن هو تقدر تسأل اصحابي في الموضوع ده. لا انت شايف نفسك كده فاني. انا لما صاحب حد بقى يعني بقى شايل همه اكتر منه والله العزل. يعني ممكن بقى شايل همه في عاجات كتيرة اكتر منه. واعتقد ان ما يعني ممكن اكون صديقه مش مساعده بس صديق كويس. طيب ايه اكتر مكان بتحب تروح لسكندرايا. ايه 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 ايه. عمد احف يركافور او ايه حاجه عن البحر. تقول بس ايه. مكان واحد يعني مسلا مكان بتحب تعطف في. طيب اعملني انا مهعلانه. احمد اشرف قال لي كت executon. اعلم. ا justo انا بحب تصل. ايه 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 ايه. ايه. طيب اكتر منه بتحبه في اسكندرية؟ روستري كان زمان فيه دوب يو زيرو ترفور بس افل بتحبه اكله اول بس دلوقتي ممكن نقول روستري اه اللوات ريو دلوقتي مستقع زي ما هو مش عارف يعني احسس ان الموضوع الاكل فيه مشكلة في مصر كبيرة كل المطعم مستقع والله انا كانت فيه رايب وكان كويس بحد كبير يعني بس هو الفروع قلت اوه معرفش غير السبب اوه دايما بمدهات البزنس ففيه مشاكل كتير احبتها تشوف برضو الحاجات دي برضو اقلت وفوق عفلت فيه مشاكل كتير دينيا مش ستيبل خاص في البزنس اوه بزبط لمطعم بص انا اعملوك اعلانة ماشي عشان تجموني اكل ببلاش مطعم اسمه عساخن عساخن لا عساخن ده في محطة الرمل على الترامل اه تمام اه تمام يعني جعلنا حط اه تمام ده اردني اه لسه اكل فيه مبارح اول مرة كان وعد صاحب يقلت على حل انا بقى لي كتير مكلتش اكل برة بالنوطفة دي ويد والله والعضن دي فاول انا عرفت ان كان بالضبط اه طحت لا انا عرفت ان اروح اسمه عساخن اردنيو طيب اه حاجة متتكلم كده قلت ان عيلتك استحملوك كتير في السوق ده اه طالب فوجلوهم كده رسالة على السريع اه انا بشكره جدا جدا ان هم استحملوك المنتدى معنا لان انا فترة الدراسة دي كلها اكده كل مش موجود معهم يعني اه طبعا اه متنشنة ممكن ابعاصة بشوية مش متابع معهم كل الحاجات اللي تخصوهم الحاجات دي فالناس بسرعة واستحملوك استحملوك كتير جدا يعني هم بيبشايلين الهم كله في كل حاجة مرات انتو بشايلو الهم في كل حاجة بالنسبة للأولاد يعني ببقى فعلا حرفين البيت بالنسبة لي هو فندق تسعة شهور كينك متغرب انت وانت عارف كواس اول وانا بيظهرش بس غير فترة الصيف اللي احنا فيها دي ربنا يخلوهم جدا وربنا يخلوهم دي وحفظهم يا رب جاهز للرخمة؟ اه جاهز اه بصة شاوي عني بص ده سؤال موجود جولنج عتبص عليه يعني ما تقولش بصوت عايز تجاوبه تمام مش عايز تجاوبه احكم على حضرتك هتجاوب طيب انا اليك حكم لطيف والله اه اه احترام برضو دكتور بتاعي اه يا ريت ماشي عادة سيئة نفسك تغارفين عادة سيئة نفسك تغارفين عادة سيئة نفسك تغارفين الصهر نعم الصهر جدا ومعنين ده يأثر علي بيخليني بقون بقى تعبان فموضوع الصهر ده حتى في معايد تسعة الصبح بتبص هانا؟ اهم يعني حتى لو عندي معايد تسعة الصبح ممكن بينام اربعة خمسة انا اصلا عمري ما لقيت من جاي منك تليفون غير ان ما بتكلمني الساعة 3 خوات اه اه انا بستنى بقى كله ينامي في البيت وابدى اعمل بقى تليفوناتي واه واه بس اصلا بنامس وانضع مطعب جدا بتسحص احنا بنتفينا على معايد الساعة 4 الفجر اصلا اه بنتفينا على معايد طب اه تعال كده حاجة لذيذة بقول اعمل كده اشفل كده ما بينه واخد خمس كروت اي خمس كروت ميش اعمل كده اه اي حاجة اه اه على السريع بقى قل لي الكارت ده الاكل الاكل الحاجة اللي بيتمثلك الاكل 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 متعطنة مش اه اولا ما اكتر سأل حاجة بحباي في الاكل لا كنت احسألك اوه سمك احب السمك جدا اي حاجة سيفون بحبته اك اكلت سوشي محبتهش ابدا جربته من ايه اه مش فاكر اه في اه زيني مول مموري مموري سوشي اه بس ازاي موري يعني احبته مش قصدي نوعه وحش انا محبتش النوعية دي يعني اولادي واما عادي يقولي يعني اديته فرصة مرتين يعني مرتين كاملين قلت اه جايز مرة تانية تبقى حسن لها مش قادر يعني انت بقى باكله بحسن لان اعزة رجعك دي الحاجة الوحيدة رعفشش تعمل لها بضيت بل لا انا دي معارفش هتكاب معاني ايه خالص يعني بس شوف تاني اه مين الشخص اللي في حياتك بتوصوه فه الكلمة دي اه اللي حبت انت ملا اش هو حبا اعرفه ناسك ما بداش اقولي يعني اه ايه تاني انت بتنقى دكتور اا اما ما ش ووا مافروض اناقى اا اا انت خدهم وأنت اللي يتلعلك بالحاص ابا فانت الحاجة دي بالنسبة لك ايه الزيوان الحيوان نحب لحيوانات لا بصراحة مستطيت شمسوا بحد. يعني ما يعني ان لو قدت وكان مستحيل احط ايدي يعني مستحيل. حاجة بحيدة لما انت الحباء في الحيوانات مش حيوانات بقى طيور. اولا عصافير يعني. انت بربيها وانا صغير. اه. انما انت حيوانات في حيوانات لا اخد بالترتيب صح? اي حاجة بقى. ماشي. يعني اه انا كده من جوة اي حاجة. اه بالزبط. هنا مين الشخص في حياتك اللي بتوسفه بالنكلمة دي. والغرور. لا انا مانديش احب معرفة ما هو في حال. حقيقة. ما شفش حالة في حالتي او في مجال شورية وعلاقات يما. في حاجات تانية بس مش برور. اه. حاجات تانية ارسل غرور لا. حقيقة. ممكن يكون الناس هم شايفين انه مغرور. لا انا اعلم. بتهزر يعني انا وانت بنهزر في حاجات دي كتير. اه. الحاجة دي بالنسبة لك هي الجمال. يعني ايه مش. يعني الجمال بالنسبة لك مين الشخص اللي في حياتك توصفه بالجمال مسلا. مين الشخص? اه او الجمال اه الجمال بالنسبة لحمد اشرف ايه. اه الجمال اه مش بيكلمة الجمال اه شخص. يعني لا الجمال يعني مسلا الجمال عمت. اه انا عمتا بحب المناظر الطبيعية جدا. جدا يعني. اه. يعني اه. لو انت كت قلت دي تعالى اللي اتفسح نروح مولاة والتاعة مش عارف ايه او حاجة صناعية ما احبهاش زي ما احبه مسلا المنطقة. ومنها جبال مسلا فيها حاجات خاضرة فيها. يعني اي حاجة فيها اه. هدوء. اه هدوء. ويكون اه جمال طبيعي من اندروندن. البحر والجديد. اه البحر والحاجات دي تطاع فيها. كده اخدنا خمسة فاو. خمسة اه. اه. طيب مين اكتر ممثل بتحبه اه. جوا مصر وبرا مصر لو انت بتتفرج على افلام اجنب. افلام اجنب اه. 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 مش. طب و اه. بوا مصر احمد زكي. الله ارحم. نفس التيمة تقريبا هما الاتنين. بعشاو جده اه. طبعا. من بالزبط. رغم ان اه كان احمد ساق جاء علي وقت. اه. وهيني دي جاء علي وقت. بس احمد ساق. بس كريم عمد العديس خلاصي. يعني هو بقى اكو محترم. بصراحة وبيقدم فم راقل. حتى لو بقام الحاجة الكوميدي ما ممكن بقاش. مبتزلة. مبتزلة بصراحة. وعمل كزا جنرا وقرف في اكشن ودراما وكوميدي وشاطر في كويتون. وزاكي. وبيعرف يختار انه يخرج برا عباقة ما يخشش دوها حاجة واحدة يضل بحاصر نفسه فيها. حقيقا حقيقا. طب مين اكتر مغني بتحبه ومغنية? اه اكتر مغني بيحب كزم الساق. بقى احمد. اه بقى ساق جندا. يمكن قليت شوية الفترة دي اللي انا اسمعه. السنة العملي من اللي انا في كلها بحب جندا كزم الساق. يالي اه كان زمان محمد فوات. انا بحب اغني محمد ساق دلها دي. اه جدا. لكن اه حاليا ممكن يكون بالنسبة لي عمر دي عبا عندي حنيم ليه غير طبيعي. كنت عتل دي. كان جماعة كنت باركة مع الدكتور العربية. ايه. كان عشباسك نجنبي فكني بالروح مع بعض. ايه. فكان دايما يقعد يشغل لعمري دي. بقول لي اسمع اسمع عمك ويقعد يقعزيبني. ايه يا فاكره. يا ابن ده الاستاذ ده لحظة. ايه. طيب مغنيه. مغنيه ليسه. ليسه? طيب اه اكتر فيلم مصري بتحبه. اكتر فيلم مصري. يعني مش بتحبه ده مش بمعنى ان هو بالنسبة لك اعظم فيلم سينمايا بس اللي هو انا ممكن اخش ادور عليه عشان اتفارق عليه او لو هو في التلفزيون هسيبه هسيبه. فيمت عين السادات. استغربه جدا. اه. نعم مش هستغربه انا بحب الفيلم ده جدا يعني محمد خان. اه. وموسيقية ياسر عبد الرحمن انا بحب الفيلم ده. بالفيلم بالتمثيل نفسه بتاع احمد زكري. انا نسبة لي موسيقى قد جعلتي مهمة جدا. اه. 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 طيب. اه. بتشجع من في كورانية انا عارف. زبالك طبعا. هو ده المعشوف. طيب. مسي ولا رونالدو? اه. اه. مسي طبعا. اه. انا فكرت لي. اه. اه. انا مش فكرت. انا مسي. انا احبش. رونالدو انا عارف ان الكويس بس اه. 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 ما احبوش. اه. اه. طيب اخر حاجة انا بس عايز اقولك رسالة انا اديك المفودة اقولها فاقول الحالة بس انا انستها انا باخد MBA دلوقتي في جامعة يعني خاصة ففي مراحل سنة مختلفة كما كنت بتقول فكان فيه ناس معايا خارجين تقول انجلش فاول ما اعرف ان انا خارج ضفع نوع ما حديث عنهم يعني 2018 حديثة عنهم فقالولي هو دكتور احمد اشرف لسه بيجي فقالت لهم اه بيدي وراح تجمعهم صورة انا وانت فقالولي اذا انت تعرفه قالت لهم ده زميلي في الشغل فقالولي بالله عليك سلم لنا عليه ده كان مفود اقول لك فاقول الحالة بس انا نسيت فعلى مدار الزمن ان حضرتك دواتي بالك حوالي 22 سنة 23 سنة في مجال التدريس وفرجت وضفعات كتيرة عايزك تواجه رسالة كده لكل طالب ان تدرسته او لكل ضفع انت خرجت من اي ده تحب تقولهم ايه بص انا واحد من الناس لما بروح مثلا بانك او شركة او غير او حتى بقامل الناس صدفة في الشارع واتكلم معهم واعرف في المواصل والمكان ايه والله انا اعزمتها بطمعتها انا بقى فخوم جدا من الجواه ما بقى فتمت الساعة اللي انا شايف ان الناس دي نجحت الناس دي انا فعلا بعزها جدا اي طالب انا اتعملت معاه انا فعلا زغير ان هو يقول ان انا فدته لا انا بستفاد من كل واحد هلا بقى انا بستفاد جدا من الطلبة بتاعته وبستفاد من افكارهم ومن الرياكشن بتاعتهم ومن التعامل بتاعهم ولعلمك مع نهاية كل ضفعة ببقى زعلان جدا ان الدفعة دي ماشي وفعلا بتأثر فيه يعني بوضل فاكرة كويس جدا وبقى بمعلمهم الدفعة دي فلان فلان الدفعة دي فلان 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 فأنا بتمنيهم كلهم الخير وهم احسن الناس بالدنيا وبشكر الناس اللي وصلوا له من الشطر اللي هي ده ده على راس من فوق وهتمنى انهم ان انا اشوفهم احسن من الناس بالدنيا وبعلم مناصب ان شاء الله خير يعني نورتنا ده الله يخليك وانا بشكرك جدا وانت ان شاء الله في يوم من اليوم هتوصل لحاجة كبيرة جدا انت عندك حلم وفضلت وراه حتى بعد السيندر كلها وبتعمله وحتوصل لحاجة كويسة جدا وحتنبق من احسن الناس اللي موجودين في مصر مؤثرين على السوشيال ميديا والله العظيم ربنا يخليك قلبك انت في ناس كتيرة بغضل نظر الكلام والكلام كما يوصلنا يقولوا عليك ان انت في حتة استخدام الموبايل والسوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي ممدع في النقطة دي وعارفين ان دي نقطة قوة عندك انت بقى اكتشرتها وبتدتك عنها دلوقتي وشغل فيك وده حاجة كويسة حاجة فاكر اقول الكوفيد يعني لما حصل من ساعة كوفيد وانا سمعت الكلم ده من الناس كتيرة جدا كل الناس اللي كانت ميتني فيه قلولي انه نتقدم حاجة مختلف حتى فيديوهيتك مختلفة وكان فيديوهيت الشرح كنت اعمل مع الانيميشن بالزبط وفو التي كنت واضحي ان انت حابل المجال ال believed ومشيت ومشيت وراه وتعلنته ودرسته فان شاء الله كل المعاطيات بتقول ان ان شاء الله انا انت هدى حاجة بلばい Throughout وحتى انا في ال break وانت فيرك برضو لو خدت بالك انت ما شاء الله يعني لك طريق كلامك وحضورك على الشاشة قوي جدا بنا خليك بنا خليك بنا خليك والله والله العظيم ما أنا بجبت مبسوط أن أعيك شرفتني وإن شاء الله حالة أعجب الناس الله خليك بإذن الله إن شاء الله وأنا سعيد أن أكون معكم عارش طولت عليكم لا لا بالعكس والله يعني والله كنا نفسي أن أطول عن كده بنا خليك شكرا يا رفا بنا خليك السلام السلام عليكم شكرا يا رفا